مية على بلعبه بيخسر للمرة الثانية من شلسي وبلاس تسعين بتنكذ الريال امام شاختار واليوفي مازالة يتران مية النهاردة بعشرة لعبين خسر على ملعبه اثنين سفر من شلسي بعد ثلاثية الاسبوع الماضي وبفدائية كبيرة ايدل روديجر يتعادى لريال مادريد بعشاختار في ديئة 95 قبل كلاسيكو الاحد ان شاء الله واليوفي مازالة يترانح وباريس بيفشل انه يفوز على ملعبه قدام بنفيكا وفي الدنمارك ايدر كوبنهاجين يقتنس تعادل سلبي من منشستر سيتي اللي لعب بعشر لعبين يوم حافر من الايام الابطال ولسه مكمل يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة يوم من ايام الابطال يوم الايام الممتعة في الكورة كل يزوع كده بقولك انه ايام ابطال اوروبا ديت بتبقى ايام ممتعة ومسيرة وفيها كلام كتير تلاقي مفاجآت ماشي تلاقي اهداف ماشي تلاقي لعبين مميزين شغال تلاقي كل حاجة في الكورة حلوة دايما دايما ايام حلوة النهاردة دينموزاغري بتعادل مع سلسبرج واحد واحد في الابطال وزي ما قلت لكم شيلسي فاز على ميلان اتنين صفر كان فيه طرد مبكر لإيسي ميلان في هذه المباراة على ملعبه وفي المجموعة السادسة لايبزيك بيفوز على سلتك اتنين صفر خدوا بالكم لايبزيك بيتسحب كده في ألمانيا وفي أوروبا وشكله هيعمل موسم حلو شاختار تعادل إيجابياً واحد واحد مع ريال مديد أو بمعنى صاحة ريالي تعادل مع شاختار واحد واحد واكوب بنهاجين استغل انه منشستر سيتي لعب ناقص انه عرضه بعشرة لعبين وهلند كان عدكا وتعادل معاه صفر صفر وبروسيدورتو موند تعادل إيجابياً واحد واحد مع أشبلية في المجموعة السامنة باريس سانجرمان تعادل واحد واحد مع بنفيكا رغم متقدمه في الشوت الأول بهدف لكل يامبابيه من ضربة جزاء مباراة حلوة مباراة ممتعة يوم الحد الجاي في كلاسيكو في ريال مدريد وبرشلونة فيه ناس كتيرية بتقول ان ريال مدريد وبرشلونة مواجهة بيتش مواجهة خيالية مثلا زي مواجهة منشستر سيتي وليفربول بس تبقى أو يبقى الكلاسيكو حاجة من الحاجات الممتعة في الكورة بأي عناصر بأي لعبين بصراحة ريال عامل ترانسفير ماركت كويس السنة دي برشلونة عامل ترانسفير ماركت قوي جدا السنة دي صحيح عنده غيابات بالجملة بس الريال شكله حلو وبرشلونة شكله حلو فغالبا هنشوف مباراة ممتعة جدا من الكلاسيكيات بتاعت زمان مش الزمان قوي يعني كلاسيكيات رونالو ميسي كلاسيكيات جورديولا ومورينيو هنشوفها مع انشروتي وتشابي وبنزيمة وليفاند بويسكي فيش بعد كده موتع ان شاء الله يوم الحد حلوة كورة بس معيوم الحد بعدها بيوم في الدوري المصري وانا رجع تاني نستمتع بالدوري المصري بتقول لي يا عم كريم دوري مصري وانت بتكلمني في كلاسيكو دوري أبطال أوروبا الدوري بتاعنا بنحبه بنشجع في فرق بننبسط بلعيبة بتاعتنا بنفرح منتخم مصري بياخد لعيبة من الدوري الدوري بتاعنا فحلو وممتع بكل تفاصيل بكل تفاصيل تعالوا نخش على الأخبار بسرعة عشان نهاردة عندنا فقرات كثيرة جدا وبالمرازمة معانا في الفقرة الثانية النهاردة كابتن الكبير كابتن ديوء السيد المدرب العام الأصبق لمنتخبنا الوطني نروح للأخبار مصدر داخل النادي الأهلي قالنا إن الساعات اللي فاتت شاهدت جلسة بين حسين الشحات وبعض أفراد الجهاز المعاون لكرة اللاعب كان خارج الحسابات الفترة الماضية لكن الجهاز المعاون قالوا إنه ده مش صحيح إنك هتفضل خارج الحسابات وإنك هتبقى موجود في الفريق الفترة اللي جاية وقالوا له إن شدي حسين كان حس فترة من الفترات بنفس الشعور بتاعك وحس إنه خارج الحسابات وفجأة لها نفسه أساسي في مباراة اتحاد المنستيري الأخيرة وقالوا له إنت اكتهد الفترة اللي جاية اثبت للراجل أحقيتك باللعب وهتلاقي مكانك ده كان نصيحة الجهاز المعاون للنادي الأهلي له حسين الشحات بصراحة شديدة حسين الشحات بصراحة الفترة اللي فاتت دي كلها مع الأهلي هو اللي مكسر أكتر من الأهلي أو الأجهزة الفنية أثروا معا ليه أثر؟ إنه لعب بكواليتي حسين الشحات كان المفروض يدي أكتر من كده بكتير جدا للنادي الأهلي لأسباب أو لأخرى معرفهاش وهو لعب ملتزم يعني عشان بس ما تاخدش بس الحتة اللي هي بتاعت إنه أثر في حق نفسه هو لعب مش ملتزم هو لعب ملتزم جدا بس فنيا في الملعب كان فيه تقصير ما محتاج يعمل مجهود أكبر عشان ياخد مكانة أساسية في تشكيلة النادي الأهلي وحسين لعب ممتاز بصراحة ممتاز بس الأهلي لسه ما استفدش من الامتياز ده خالص مصدر داخل النادي الأهلي قال لرقم 10 كمان إن مارسي كولر طلب تقرير مفصل عن حالة بيرستاو في الفترة الماضية سواء الطبية أو الفنية وإنه طلب من الجهاز الطب والمعاون إنه يتم تجهيز اللاعب للمرحلة اللي جاية سريعا جدا مصدر قال إن رجلة التخطيط بالنادي الأهلي كانت بلغت كولر إن فيه رغبة لرحيل بيرستاو عن النادي الفترة اللي جاية لكن كولر قال أنا مش هقول أي حاجة عن بيرستاو إلا لما شوفه في الملعب في التدريبات في المباريات وبعد كده هقول رأيي في هذا الأمر كمان مصدر داخل نادي الزمالك من ناحية أخرى يعني بعيد عن النادي الأهلي قال لنا إن البرتغالي جوزفالدو فريرا طلب عدم تواجد اللاعب يوسف حسن في تدريبات الفريق الأول هو شايفه إنه يتدرب الفترة اللي جاية مع لعبي فريق الشباب ما يبقاش موجود دلوقتي مع الفريق الأول وهقول لكم ليه هقول لكم ليه فريرا مش من المداربين اللي بيحبوا التدريب بتاعه ويبقى فيه تلاتين وخمسة وتلاتين واربعين لاعب لا هو عايز مجموعة حسن بر حسابات فريرا ده مش مظبوط عشان برضو تفهمه الخبر صح هو بس مش عايزه يخش في تدريبات دلوقتي وفيه ضحام فيه القائمة الأساسية والاحتياطية فيه تشكيلة النادي الأهلي آه الزمالك عفوا وبالتالي انت مش هتخش إلا ما يبقى فيه إنه نقصان ما أو يعني مثلا لعب فنيا قال لمستوى فيوسف ساعته يخش في التدريبات لكن هو عايزه يندمك أكتر فيه تدريبات فريق الشباب 2003 لحد ما يحتاجه مظهر كمان في نادي الزمالك قال لنا إن النادي جدد عقد السنائي حسام عبد المجيد وسيد عبدالله نيمار موسم إضافي ليمتد العقد بذلك حتى 2025 عقدهم كانت تنتهي في 2024 هم مدلهم سنة كمان وعجبني أوي أوي النظرة البعيدة لإدارة نادي الزمالك في التعاقدات أو في تجديد التعاقدات والزمالك عانى الفترات الماضية بسبب الموضوع ده إنه بيستنى لآخر لحظة اللعب يبقى فاضله سنة في عقده ولا ستة شهر في عقده والزمالك يحاول يتفاوض معه يكون أصلا اللعب بيخلص مع نادي أو خلص مع نادي أو خد كرب الرحيل أو شاف مقابل أعلى فدايما لازم ده في العالم كله لعب عقده هيخلص على الأقل على الأقل بسنتين تكون مجدد معاه عشان لو في دل آخر سنة هو كمان اللي هيبقى عنه نقطة القوة في المفاوضات عشان هو ممكن يمشي من عندك ببلاش فهيبدأ يسومك كتير ويبدأ يطلب أرقام كبيرة جدا لك لما تخلص دلوقتي انت خلص اللعب بقى بتاعك وده موقف زكي إداري زكي من نادي الزمالك كمان في رئيلا مدارب الزمالك قرر مشاركة السنائي مصطفى شلبي وعمر السيسي سنائي الفريق الجديد في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من مباراة فالمبو في قياب دور الاثنين وثلاثين من بطولة دوري أبطال أفريقيا حلو ده كلام محترم والاثنين لقيمة مميزين جدا كمان الزمالك تلقى عروض لاستعارة رباعي فريق اليد للمشاركة في كأس العالم للأندية السوبر جلوب نادي نصر السعودي طلب كريم هنداوي ونادي الخليج السعودي طلب ضم أحمد الأحمر والتراجي طلب ضم مصطفى بشير والكويت الكويت طلب ضم وليد قداح لعبة مميزة وأسماء كبيرة وحالو نحن نشوف لعبين مصريين موجودين مع أندية في بطولة العالم للأندية من نادي الزمالك وطعا فين كان نادي الأهلي مشارك في هذه البطولة والزمالك كان على وشك المشاركة فيها ولكن خسارته من التراجي التونسي بعدته من المشاركة في هذه البطولة طيب النهاردة هيكون معنا فاروق أصام نتكلم معاه في كثير من الأمور التي تخص الصفقات الأخيرة مطشات أوروبا النهاردة وعنده شيء مهم جدا جدا ماذا تغير من الموسم الماضي أو نهاية الموسم الماضي إلى بداية الموسم الحالي بالنسبة لشكل النادي الأهلي فاروق أصام هيبقى معايا حالا فاروق أنا برحب بيك ودايما مشرف ومنور أخبارك يا فاروق وحشني يا كريم كتير انت وحشني جدا وأنت أكتر غايب بقالك فترة آه معاك أوتاني مريح مع الراحة السلبية آه رحة السلبية ونرجع مع الدولة قلت ريح شوية كمال مع العابة الدولة أخبارك إيه؟ زي الفل حميد كله حل كله زي أنا قلت حيك كتير أو قلت حتقولها النهاردة تحب نبدأ بيه؟ خلينا نبدأ بالأهلي؟ حلو يلا بينا الأهلي الموسم الماضي نهى بشكل وبدأ بشكل آخر ولا نفس الشكل؟ ده اتغير كتير اتغير كتير اتغير كتير اتغير ازاي؟ خلينا نتكلم ان بوادر المدرب الكويس بتبان فاحنا بنتكلم على مدرب واخد الطبع الألماني طبعا المدرسة السويسرية والمدرسة النمسوية هي واخدة من المدرسة الألمانية فاحنا بنتكلم على تنظيم كويس جدا في الملعب ظهر مع النادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي اعتقد بعد المبارات الاتحاد المنستري لازم تتطمن على شكل النادي الأهلي النادي الأهلي لعب ازاي مع كولور خلينا نشوف ممكن اعطعك اللحظة عشان جميل الأهلي اول ما انت قلت الجملة ده الحاجة ده ما احنا تطمننا لسوارش بعد مباراة فيوتشر لا 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 هقولك انا في فرق بسيط جدا ما بين اول مباراة لسوارش او مباراة حديدا خلينا نقول مباراة المصري لان مباراة سوارش كتوليرة فالبداة سوارش سوارش من بباراة المصري عمل تلاتة بلدب من وراء للنادي الأهلي طوال 90 دقيقة المدرب الجديد للنادي الأهلي عمل 23 بناء من الخلف ضد الاتحاد المنستري في 90 دقيقة فرق كبير جدا فاحنا بنتكلم على هو مغارش كتير على الورق هو الاهلي اللاعب 4 2 3 1 فاحنا بنتكلم 4 لو هنا النادي الأهلي 4 2 3 1 هي على الورق تباني ان هي الاسلوب المؤتد للنادي الأهلي لكن كان في تغيير واضح جدا في تمركز لعب تحديدا هو اللاعب المهم بالنسبة لكرة كان عمر السولية لان عمر السولية قال يوديان كان بيلعب لوحده قدام خط الدفاع وعمر السولية كان بيميل هنا في الجبهة اليمنى مع طاهر ومع أكرم توفيق عشان يعمل مسلس موجود في الجبهة اليمنى وبرونو اللاعب النهاردة في مركز 10 كان مفاجئ بالنسبة لي لانه هو جاي النادي الأهلي الجمهير عرفه انه هو لعيب جناح او راس حربة ممكن يلعب كجناح او راس حربة لكن هو لعب النهاردة في مركز رقم 10 وكان بيميل ناحية ناحية التانية ناحية أحمد عبدالقادر ووجود علي معلول لان وجود المسلسات دي مهم جدا في تحضير اللعب ليه مهم في تحضير اللعب لان دايما الكرة مع متولي ومع عبد المنعم بيبقى قدامهم خيار واضح جدا لأه هو الخيار اللعب اللي ما بين الخطور سواء عمر الثلية هنا او موجود هنا برونو سافيو اللعب كان مباشر بالنسبة لهم هم لان دايما اللعيبة بتركز مع لعبة الأجنحة وبتسيب المساحة ما بين الخطوط في التقدم هنا كان متولي دايما بيلعب قصادر عمر الثلية التمريرة ما بين الخطوط وكان عبد المنعم عباصادر سافيو بيمرر له ما بين الخطوط كان فيه مهم جدا وده كان سبب بداية شادي حسين للمباراة الترانزيشن ده كان بيحصل ان شادي حسين كان بيبقى موجود مكان سافيو وسافيو جابوا لك الحالات بالضبط احنا الحالة دي حتى لو شفناها نلاقي شادي حسين بستلم من بره المنطقة هنا سافيو دايما العيب متحرك وواضح واضح انه هو واخد تعليمات بحرية الحركة يمين وشمال الخط الوسط هنا دايما حتى عندنا التمركز الاهلي في الكرات السابتة تحسن كتير جدا ومن اول مباراة وفي عندنا حالتين للكرات السابتة موجودة النادي الاهلي اه احمد عبدالقادر هنا عايزين نتكلم على احمد عبدالقادر لو نوقف الكرة شو يلا وقف الكرة دايماً لعيب الكرة هذا الكرة بتحديد احمد عبدالقادر تاني خلينا نرجع احمد عبدالقادر تاني بس لعيب الكرة لما بيستلم الكرة بيبقى قدامه تلات اختيارات بقى الهم شو رابط الخيار الاول خلينا نوقف في الصورة الخيار الأول إما التمرير أو المراوغة الخيار الثالث بتتح في فرص معينة أو لا اللي هو التزديد فخلينا نخرج التزديد دلوقتي لعب إما المراوغة إما التمرير أحمد عبدالآدر من اللعيبة اللي بييجي فكره الأول المراوغة قبل التمرير لعيبة في مصر موجودة بالشكل ده رمضان صبح لو لاحزنا رمضان صبح دايما لما بيستلم الكرة أول حاجة بيفكر فيه المراوغة مش التمرير ده أحمد عبدالقادر أحمد عبدالقادر في المباراة دي كان أكتر لعيب خسر كرة في النادي الأهلي أكتر لعيب مرر تمريرات غلط في النادي الأهلي ليه لأنه دايماً أحمد عبدالقادر خلاص سهل دراسته وسهل حفظه أحمد عبدالقادر لما بيستلم الكرة كان دايماً فيه لعيب قريب منه بيضغط عليه لأنه هو تفكيره المروغة ولما تضغط عليها تقدر تطع منه الكرة فنسبة تمريراته في المباراة دي كانت 63% ودي نسبة قليلة جدا. فأحمد عبدالقادر محتاج ان هو يعمل ميكس شوية ما بين التمرير وما بين المروة. ويفكر اكتر في التمرير وده هيفتح له اكتر مقس حال. لا التاني برضو محتاج اتكلم عليه في المباراة. واكرم توفيق. هو الاجمة بتاعته اللي هتيجي بعد كده. جمهير النادي العلي معنداش مشكلة شخصية مع محمد هاني. لكن اكرم توفيق في المباراة دي. رغم عودته من الاصابة هو اكتر لعيب استقل سكورة في النادي العلي. تسع مرات استقل سكورة. اكتر من قليو ديانج. اكتر من عمر سلال الامة موجودين في وسط الملعب. واقف هنا ده حسنا. اه. هنا هو ان واقف بقى. لا بس اكرم توفيق. انه اكرم توفيق. لما تفرج على المباراة كمان. تحس اللي انت قلته ده بالزبط. بالزبط. يعني بص. الفرق. فعلا. الفرق من اكرم توفيق ومحمد هاني. ومحمد هاني لعب مكتهد جدا. ولاعب مميز جدا. بس محمد هاني ممكن يبعنده اخطاء كثيرة في الملعب. واستخلاصه الكرات قليل. اكرم توفيق. عشان لسه عائد من اصابة طويلة جدا. لو لاحظت كان عنده ميز باس كتير جدا. صح. بس استخلاصه الكرات والكوة اللي بيلعب بيها. انه اجريسيف كان شكلها حلو قوي. والجماهير. مش جماهير بس كلنا. عظرناها كمتابعين حتى. في الميز باس انه لسه حساسية المباريات بترجع له. ما هو الباس ده برضو سنسي. يعني حساسية. اه. فدي فاتت مع اللي انت بتقوله ده بقى. انه هو استخلاص كرات بشكل رائع جدا. كل كرة اجريسيف وكوة جدا. وبيستخلص الكوة. بالزبط. هو ده الفرق ما بين اللعيب اللي بيبان للجمهور. انه هو بيبزل اقصم عنده. ص زبطه. حتى في ده زبزل. الفرق ما بين اكرم انه دايما مستوى سابط في كل المباريات. او دايما بيقدم افضل ما عنده. فهو ده اللي مخلي ليه افضلية عند الجماهير النادي الاهلي في مركز حتى. انا بنتكلم في مركز هو برا مركزه. صح. يعني هو بيلعب بفترة من فترة طويلة في مركز برا مركزه. عايزين بقى هنا الكرات السابتة لو كان معنا حتى كرة سابتة اللي سافيو ضيعها في الشوت الاول لو معنا هنقدر نقرضها. هنا الكرة السابتة. فلو نرجع بقى على لقطة ق قبل قبل تنفيز علي معلول. يحن اللقطة الليء قبل تنفيز علي معلول اللقطة دي هتبين عبدالمين sounded. هو رقم تمانية قبل التنفيز. اه هنا نقف بقى هنا. اه نقف هنا. نقف هنا. قال له روح اه. ارجع تاني. عبدالمينام وفي حتى واحدة في شوت الاول بالضبط. ارجع تانيو往ا بيكلمة اهو. بالضبط. قال له روح ح episód المينعم هنا بنعمل رقم تمانية دي في التدريب الكرات السابتة في حاجة اسمها رقم تمانية ان انت تعمل ايه تودي اثنين للعيبة واحد على الايم القريب واحد على الايم البعيد. عشان ده دايما بيخل خط الدفاع وبيخل الدفاع يتشتت ما بين الايم القريب والايم البعيد. هنا عبد المنعم لو شفنا هردل اي راح على الايم القريب. وفيه لعيب تاني راح على الايم البعيد اللي هو كان حسام حسن نعرض اللقطة. يلا. كملها بقى. كملها. بص بص هيزق. وهو هنا في اتفاق ان عبد المنعم بيروح اي رقم تمانية هي. اللعيب موجود على الجانب الايم القريب واحد على الجانب الايم البعيد. في كرة في الشوت الأول اتطبقت بنفس الاسلوب ده. فواضح ان هو اسلوب متضربين عليه في الكرات السابتة. وحتى مباراة في تونس. مباراة تكون مقفلة. والفرقة قال له صادق متوقع ان انت هتدافع هل هي هتدافع فانت محتاج الكرات السابتة. فكان التدريب على الكرات السابتة واضح. وذا كان واضح في التدريبات وحتى لو معنا اللقطة دي هتبين أكتر. لقطة سافيو. اه سافيو. لو معنا جماعة لقطة سافيو. الاول. الهد الى ستة وعشرين تعليما حاجة. والحالي الصدار. اه بزرق. نفس ستة وعشرين. اه. كان نفس التحرك برضو من عبد المنعم وحرك سافيو على الايام البعيد. وهو راحل على الايام القريب. وطلعبت حتى عند سافيو على الايام البعيد. ففي جملة حصلت وده يدل ان فيه شغل على الكرات السابتة من بداية عمل مرسل كله. صح. مشهد مقرر ومشهد رائع. يعني انا حب ايه? المدرب اللي يبقى عنده زي بيقول ايه امارة. فده عنده امارة. ومرة الف. انا ديما بيقولها كل يوم. هو لا حكم انه هو مدرب كويس. ولا حكم انه هو مدرب وحش. لسه بدري. ممكن دي تبقى مباراة تثنائية. طبعا. عملها الاهلي كويس. ممكن بكرة يلعب مباراة مش كويسة. ما حدش يقولك ايه بانتوش كنت ريسي بتقول علي كويس. احنا بنحل المباراة. فالمباراة بتقول انه هو عنده امارات. الامارات دي خلينا نشوفها الفاتر ممكن تبطمن او تبني انه هو ممكن يكون مدرب عنده عالية. صح. سلوب الضغط واستعادة الكورة. وسلوب البناء من الخلف. سلوب البناء من الخلف بالنسبة النادي الاهلي كان مثالي في مباراة الاتحاد. ما كانش فيه اخطاء وكان فيه منهج واضح للخروج بالكورة. ودي حاجة مهمة جدا. والحاجة التانية كان استخلاص الكورة. كان الاهلي اول ما بتتقطع منه الكورة كان بيبقى فيه كونتر بريس وبيقطع الكورة بسرعة. ودي حاجة مهمة جدا وحاجات تكتكية ظهرت في المباراة. حابب تتكلم عن مباراة ايه النهاردة في دولة ابتالك. اه ميلا و تشيلسي يعني عشان الاصارة اللي حصلت ويمكن القانون بقى احنا بنتكلم عندنا الحكام والقانون وهل قانون اتغير ولا لا يمكن ميلا مش هنقول اتظلم بس هو لما بتلعب مباراة قمة وديق 16 ويتعرض مدافع ليك للطرد تلعب عشر لعيبة اقصد نادي تشيلسي مع جراهن بوتر اللي هو مشروع قادم وابوكوة. يعني مشروع جراهن بوتر مع تشيلسي هو قادم وابوكوة. صح. فميلا يمكن هو تهور شوية من من توموري طبعا تهور كبير جدا لانه هو لا منه هيمنع. خلاص لو هدف هيتسجن وهتبقى كامل الهدف. انا بحسك يعني توموري اصلا عشان الناس تبقى عرفة هو بلعب في ميلا ومدافع انجليزي. بالضبط. فالانجليز هو اول مدافع انجليزي على فكرة اضطرد في تاريخ دور الابطال ضد فالانجليزي في تاريخ دور الابطال كل. اه هو توموري كان اول مدافع. هو عادة الانجليز التحديق المدافعين ما بلعبوش برا برا انجلترا باستثناءة توموري دلوقتي ومين الفرون؟ نعموما في التاريخ ما فيش محترفين كتير ديفيد بيكهم هارغريفز ومايكل اوين فاولايل جدا لأسماء الانجليزيين اللي بتحترف برا صح. فتوموري انا حسيت ان الكورة هو بيحرك ايده على عارف انت اللي هو ايه بيلمس بس يعني ما شفتش شدة كوية ما شفتش اعاقة كوية. بس درب الجزاء. بس مش طرد. لا مش طرد. مش طرد. وجورجينيو لما خرك بعد المباراة. جورجينيو لعب تشيلسي. قال طرد قاسي على ميلا. صح. وحتى رودخولي تتكلم ان هو القانون ده تقريبا تغير في الفيفا والعقوبة الصناعية والثلاثية انه هو لو فيه ضربة جزاء. وحتى لو اللعب منفرد وتحسب له ضربة جزاء بتتغاضى عن الطرد وبيبقى فيه كارت اصفر. دي طبعا محتاجين خبير تحكيمي يقولها. بس اعتقد القانون بغير وبقى واضح. لكن لو الحكم كان اجريسي في اول نهار ده. الحكم كان اجريسي في اول نهار ده. لان الديها 16 وحال الطرد واضطرت المطش جدا. وبعد كده لعيبت ميلا بقى تطالب بفاولات كتير. وطالب في كل كورة النهاية تبقى ليها. لكن احنا عايزين نتكلم على ازاي استثمار تشيلسي نقص العددي لميلا. الاستثمار النقص العددي لتشيلس بيجي ازاي. ان انت التمرير الكتير. لو شفنا جراهن بوتر على الخط كان دايما بيقول مرر مرر مرر. فالتمرير الكتير بالنسبة لتشيلسي هو هو اللي كان فرق في المباراة. لان دايما فيه لعيب حر. فيه لعيب زيادة في الملعب. وبينزل استلم الكورة. فهو ده اللي كان بيضيف لنادي تشيلسي. حاجة تاني ونقطة مهمة جدا كان ميسون ماونت. لما جراهن بوتر ده تفكير مدرب حاضر في الملعب. لما لقى ان الحكم ممكن شوية يتحمل على لعيب تشيلسي وكان ماونت واحد انزار. ما بين الشوطين اضطر ان هو يخرجه ونزل جالجر اللي عمل دور مهم جدا. ماونت كان نجم المباراة. هو صنع الهدفين وعمل فرق جلجر شبه مين اوي. شبه مين في اللعيبة. شبه مين في اللعيبة؟ اه. مين؟ ستفران مع حد النهار ده. مين؟ ستيف ماك مانامان. اه لا. في الستايل اللعب اكتر. في الستايل اللعب اكتر. يمكن هو صغير بس مع الوقت فرق. يعني النهار ده فرق ومع الوقت مع جران بوتر اعتقد ان هو هيفرق. ص شيلس النهار ده لعب مباراة. اعتقد ان هو ادار المباراة بشكل زكي جدا. اعتمد على خبرته. وكسب رايح جاي. ودلوقتي تصدر المجموعة بعد مطشين. في بداية المجموعة كانوا كانوا غير موفقين من شيلس. على الجانب الاخر هي المدريد. انا وانا جاي. كنت باس معروض خلط. سمعت جملة لطيفة جدا بيقولك ان انشلوتي هو مع سحر. انشلوتي فيه حاجة غلط. لان مش ممكن يعني. السبات المفعالي الموجود بالنسبة لعيبة ترير المدريد. ده دي حاجة تدرس اعتقد ان هو الموسم اللي فات. وبداية الموسم ده. وان انت تحافظ على تركيزك. وتبقى واسخ ان انت هتسجل. وتسجل فعلا. ففيه كده ظاهرة مع انشلوتي في معروض المدريد. اعتقد لازم تتدرس كده. ويشوفوا السبب. انت شفت الجول بتاع الريال؟ لا انا كنت بتفرج على موش. الجول بتاع الريال كورة في الديا 94 وكسور. يعني 95. والحاكم ما يدي 95. الطولية اظن كيت من مدريدش لو انا اتذكر صح. بس عمتا يعني روديجارك هنجوه منطقة الجزاء. يعني جو. جزائي في الديا 95. ليه? انه هكس. اه هجيب جول. هنسجل هنسجل. اه حتى كده بنفاها ماتش. هو ايه اللي جاب روديجار هنا. بالزبط. اه راجل يعني يوشه تخرشي من الحاجة دخل ما قبس. لا الايمان ان انت هتسجل ده ده كان واضح جدا. صح. اه النتائج التانية برضو منشستر سيتي كان لها تعليق عليه ان 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 منشستر سيتي ليفربول عليه الحزر. ان النهاردة واضح ان جوارديولا داخل المباراة وهو يعني بيقول ايه? انا همركز على مبارات ي يوم الحد. وهالند موجود على الدكة. في الفودن موجود على الدكة. واسلحتي كلها موجودة على الدكة. فيعني من هنا بنظر نقول ليفربول. يعني الحزر ثم الحزر ثم الحزر من منشستر سيتي. واحنا عندنا يوم الحد سيتي وليفربول. وكلاسيكو. ومتدخلين. يعني الماتشات متدخلة كمان. تقريبا اربعة وربع والماتش التاني خمسة ونص. ده كلام. ففيه تدخل في الماتشيل. بس اه صعب. انا بالنسبالي انت هتابع طبعا الريال والبارسل. ما هو الاتنين حلوين بس كلاسيكو. يفضل كلاسيكو. يعني حتى لو انت دور الانجليزي هو الدور الانجليزي بكل مبارياته. يعني دور الانجليزي فعلا حتى لو مباراة بالفرقتين في اخر الدوري هي مباراة ممتعة. بس برشونة وليال برشونة وريال. يعني. بس كلاسيكو هالند وصلاح مايتفوتش. ما هو الاتنين صح مايتفوتوش. اه مايتفوتش. يعني انا انا اتمنى محمد صلاح في الماتش ده تحديدة. يبقى لي باصمة واضحة. ويسجل. لان الماتش ده المقارنة بقت ا برا المطش فيه كده هلا شغال والمقارنة زادت وصلح فالمواجهة المباشرة دي هتبقى مهمة جداً جداً لمحمد صلاح كابتن عامر حسين لو يدخر في القصة دي هتي خلص لنا الموضوع دوت الاتنين من داخلين سوى ما عندهمش كابتن عامر حسين هناك للأسف يعني كالخلص لنا القصة ما عندهمش مع اسكرات مغلقة فرو مشرف ومنور كالعاد تسلام دي يا كبيب ببسط دايما النبو موجود يا حبيب اشكرك شكراً جزيلاً لسه مكملين مع حضراتكم زي ما قلت لكم بعد الفاصل كابتننا الكبير كابتن دياء السيدة المدرب العامل أسبق لمنتخبنا الوطني خليكم معنا ضيف عزيز ومميز ورائع وممتع والقعدة معاه حلوة ودايماً لم يبقى ضيف معايا اليوم كله بيبدأ حلو وبينتهي حلو عشان كلامه لطيف وهو شخص لطيف ومدرب كبير واسمي كبير في الكرة المصرية الكابتن الكبير كابتن دياء السيدة المدرب العامل أسبق لمنتخب مصر كابتن دياء دايماً مشارلون كابتن نوعك ما تحرمش منك أخبرك إيه؟ ربنا يخليك الحمد لله الدنيا حلوة كله زي الفلح الحياة أكثر هدوءاً؟ يعني بس الهدوء مش لا هدوء قوي ولا صخب قوي يعني ما قلتش ما قلتش ما احتاج تريح من الدوشة والتعب والجهات؟ أه طبعاً بتحتاج تريح بس مهما كان مهما حصل شغلك هو هدوءك وهو حياتك وهو كل حاجات بالمناسبة أنا شفتك لما كنت شغال في جهاز برادلي ويه جهاز خلوس كيروش ودايماً أنت شخص هادي يعني في الوقت اللي الدنيا كلها والعى فيها وسخنة والناس بتتنرفز والناس بتعصبه وداي بيشتم وداي بيش عارف إيه؟ هادي أنت إزاي بقى بتعرف تفصل مع الضغط النفسي ده كله؟ والله يعني بحاول بشوف ناس كتير وحاول هتعلم من ده ون ده ون ده وشوف اللي بتنرفز بيكون في إيه الوضع أنا مقتنع تماماً إنه الهدوء يخليك تفكر أكتر وإنت شغلتك محتاجة طول الوقت التفكير حتى يعني أصعبها طبعاً أثناء إدارة الجيل ودايماً المدرب بيبقى تحت ضغوط كتيرة جداً جداً وفي حاجات كتيرة جداً اللي بيتفرج مش عارفها صح في حاجات كتيرة جداً فأنت بتفكر في كل ده لو ما عندكش هدوء أنا منوجهة نظر يعني مش هتعرف تتلع كل حاجة لكن مش الهدوء القاتل يعني الهدوء لازم طبعاً هتبقى منفعل مع الأحداث يعني صحيح وبالمناسبة أنا برضو أعشرتك في فكرة التعامل مع الإعلام أنت دايماً بتعامل مع الإعلام بشكل رائع جداً يعني الصحفيين المقدمين ببرامج كل من في الميديا يعني بيحب الكابتن دايا علماً وإنه أنت برضو مش من الناس السهلة تطلع معلومة يعني دايماً الإعلامة والصحفي يحب الرجل اللي يطلع معلومات بس أنت عندك زكاة برضو في التعامل مع الإعلام بشكل كويس التعامل مع الإعلام في ناس بتدرسه يعني أنا ما بقولش إنها درسته لكن مقولة ألهالي الكابتن جوهري الله أرحمه لما جيت أشتغل في التدريب قال لي من أهم الأساسيات دا كمان قبل ما يكون فيه إعلام الشارس دلوقتي إنك تكون بتعرف تتعامل مع الإعلام ولأوقات اللي بتكلم فيها وتقول إيه وتحجب إيه وتبعث لسالة إزاي كل الحاجات دي تعلم دا من كابتن جوهري بصراحة وهو كابتن جوهري مش مدرسة جامعة صح تعامل جماهيري زكي جداً تعامل إعلامي زكي جداً تعامل مالي أنت بجيب سرت المالي ليه دلوقتي كلاش الأسئلة الخبيصة دي خالص نحن عادي يعمل سرعة الصدق الصدق يعني على قد ما أقدر أنا ما بقولش إن أنا يعني مش عايز أطلع لهيا المثاليات الكبيرة أوي كلنا فينا عيوب وكلنا لكن على قد ما أقدر بحاول أقول الحاجة اللي أنا مقتنع بيها تماماً في أي موضوع سواء مع أو ضد بطرح قطرحتي بموجهة نظري بمصداقية ما بحاولش إن أنا أتجه للإصارة أو أتجه للإن أنا أخب معلومة أو الحاجات دي كلها لكن لو معلومة لازم تتقال هقولها ولو مش هتتقال وانت عارف بقولك يا كريم بلاش بلاش نتكلم في القصة دي طيب عشان أنا مش عايز أفتح الموضوع ده ولا عايز نتكلم فيه كتير بس الأمور كلمالية مع تحاد الكورة المؤجلة إنت وجهزك المعاون مع منتقى المصر واللاعبين أيضا عشان أنا أتكلمت على كسة اللاعبين كمان لهم مستحقات الموضوع ده وتخدت فيه رد أو تقالك إنه هي والله أنا أكلمني كابتن حازم من بارح واللي هو مشهور لإن إحنا أخذنا موعد كتيرة يعني بقلنا سبع شهور وطبعا هو بيقولي الوضع يعني في الاتحاد وحقوقك وهتاخدوها والوقت أنا مش عارف ما بحبش عامل حاجات دي ولا بحب أقولها إحنا معاهم يعني طول الوقت ومعاهم عايزينهم ينجحوا يعني لكن أنا بناشد المعالي والدكتور أشرف صبحي يعني إنه إحنا جهاز مصري دلوقت الجهاز المصري أنا وشوقي بره للاتحاد عسى موجود في الاتحاد وطبعا معرفش الجهاز الأجنبي هو طبعا ما خادش برضه وإنه استحقاته يعني بقوله بعد إذنك يعني هي مشكلة صغيرة أرجو إنك تساعد في حلها يعني لكن الناس بنتكلم معاهم وبيشرحوا لنا يعني وإنه حاضر وريب وحاضر بس إحنا إحنا بشر وأنا كمصري بشوف غصبا عني عيني بتروح على فيه 11 أجنبي جهو الاتحاد ما أعتقدش إنه هيتأخر لهم حاجة أنا ما بتكلمش على المرتب بتاعي النهاردة أنا بتكلم على مستحقات بقى لها 7 شهر فأتمنى إنه ربنا يسهل الحال يعني والأمور تمشي بشكل كويس في التحاد والكورة إن شاء الله والأمور تتحل يعني إن شاء الله يا رب طيب انتباعاتك يا روي فيتوريا في أول مباراتين والديتين انتباعات بص هو روي فيتوريا ياملو كل وقت في إن أنا أدي انتباعات سريعة لا هو راجل مدرب كبير واختيار موافق والانتباعاتي مش على شغل فيتوريا الشغل بشكل كويس بس أنا كنت عايز حاجات تبقى محددة أوضح في المشروع علشان تبقى فيه جدية علشان وقت المنافسات الصوت بيعلن تعارف تاعة الجمهور والإعلام ولازم تطوير ولازم مشروع ولازم المشروع أنا كان نفسي إنه يعلن من قبل الاتحاد الاتحاد هو اللي يعمله أو فيتوريا هو اللي يعمله إيه اللي ناقص يا كابتن دي يعني إيه اللي ناقص ما تقلش هو ما فيش حاجة مؤلنة الصح إيه الصح إنه هو يطلع يقول أو الاتحاد الكوري يعد معاه وقال له إحنا عايزين نعلن للناس المشروع لأربع سنين ليه لإنه هو عند وقت وإن تعمل تعاقود أربع سنين دي حاجة ما حصلتش خالص قبل كده ودي حاجة أنا معاها مليون فيه وده مفوط كان يتعمل من بدري أصلا في كل المدربين الأجاني باللجون بالزبط مش عايزين قطع لكن لازم يبقى فيه التزامات التزامات جدية ليه؟ لإنه هو عارف إنه ما عندوش منافسات غير في شهر سبع أو في شهر ثلاثة فعنده سبع شهور يشتغلهم إن شاء الله يشتغلهم كويس والبداية كانت موفقة جداً إنه يبتدي بحاجة أقل عشان نشوف والأمور تبقى واضحة الرؤية تبقى ما يبقاش فيه برشار عالي وعندو في شهر 11 مبارتين والديتين بردو بالزبط إنه تبقى الأمور واضحة في إيه؟ المنتخب في حياته كلها مش هي لعب غير بطولة إفريقية وتصفاكة سعلة بالزبط بطولة إفريقية كل سنتين لحظه الكويس وحظنا إنها تأجلت بقيت 2024 وبعديها 2025 ففي بطولتين في إفريقية والمعلن لدي ولديك إنه هو مش مطالب بالسؤال في بطولة إفريقية خالص مش ده للمعلن؟ صح كس عالم مش عملية مطالب ولا مش مطالب عملية إنه هو يكمل عدو لحد كس العالم ما ده كويس ده كويس فأكسب بقى خسر في كس الأمم فهو مفهول بكمل حد كس العالم طب المطلوب مني إيه لكس العالم اللي هو ساعة 2026 اللي فيه تسعة فرق ونص من إفريقيا يعني فيه سهولة إن شاء الله إنه نروح كس عالم يبقى أنا أقول أنا بعمل فرقتين هو بعمل فرقة بعمل جيل لكس لإن أنا شغلي جاي قعد أربع سنين ولا بكس عالم صح؟ صحيح يبقى للأربع سنين دول مطلوب فيهم إيه؟ مطلوب فيهم شكل الفرقة أعمار الفرقة شكل المنافسات مع الشغل الفني بتاعه اللي هتديه للكورة النصرية هايل ده واضح هل دي صعبة؟ لا طبعا سهل أموره وليه بقى مش عايزنا الصدم بالمنافسة في بطولة إفريقيا أموره ليه أنا أنا عشتي ده أموره لأنه كورشت كان محدود في عقده كس العالم صح؟ كس العالم بس كس العالم جاي قاعد ست شهور مش قاعد أربع سنين صح فلما روحنا بطولة عربية وابتدأ لما كتطلع قلنا في عقلي كس العالم الدنيا سيخنت جد هتسخد ها هيتقاله بقى أنت طلعت من دولة تمانية من كس الأمور أفريقيا دي كارس امشي أنا مش عايز إزاي يحصل للاتحاد أو للمجموعة دي صح أو إذا كانوا مكملين إن شاء الله أو المجموعة أو الاتحاد اللي جاي ها والجمهور هيسخد اتحاد هيسخد تعرف لما هبتجي منفسة منتخب المنافسة بتاع المتخب مصر اللي الأدرينيليين بيعلك اللي عند كل الناس محدش بيبص في اللي مكتوب في الورق خالص ده وإنت بتمشي تسعين في المئة من قررتنا بنمشي حسب الرأي العالم صح الرأي العالم كان عايز يومشينا بعد منشي نيجيريا كنه هنمشي بعد منشي نيجيريا امم تمام؟ فأنا من دلوقتي عايز أحمي فيتوريا وأحمي الاتحاد امم في الورق اللي هو كذبه امم الأمور هتبقى تتقل كده لا ده احنا قلنا له لازم لا لازم تبقى الأمور واضحة ليه؟ بقولك كده ليه؟ لأن الراجل قاعد أربع سنين هيدخل فيها بقى كل العناصر من تطوير الفرقة من إنك تنزل بالأعمار منك هتتحاسب على الاختيارات لأنك أنت الهدف بعيد صحيح الهدف البعيد ده محتاج نقاط معينة واضحة واضحة بس حرارك دلوقتي بيتكلمني عن مشروع فيتوريا مشروع فيتوريا بس أنا عايز أتكلم على مشروع اتحاد كورة يحدقين بني نتكلم على بس هو أنا قلت إيه يا إم المشروع يقدموا المتحاد الكورة بالفرقة وإحنا عايزين نعمل المشروع ده حضرت لك موجودة أربعة سنين وعايزين نعمل المشروع ده أنت أخذ بالك أو أو هو يقولوله إحنا عايزين مشروع في الأربعة سنين دول هتعمل لنا إيه؟ ونحطو علشان نذاكر روحنا ونتعلم منو ونقول إن هم مش يقماشين صحة على غالط يعني هم عايزة له ولا معايزة لهش انا مش مش لا اتصايد الاخطاء اه انا بعمل حاجات تحمي الكورة وتطورها وتحمي الناس اللي موجود لا انا بقول لا يعني ليه بقى لانه انا بقولك ليه ده اه لان احنا لما بنيجي اول حاجة بنتكلم فيها يا عم انت جيب لنا واحد ياخد متلين تلتمية الف دولار وتقول لي مش مش عارف هاي احنا اول حاجة بنروحها على المرتب على حسام البادري نروحنا على المرتب على كيروش انا انا تضارب مئة وعشرين مئة وثلاثين لا سبعين لا ستين لا خمسين فالكلام ده لما بيتكرر كتير 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 طبعا احنا في بلد اقتصادها مش مش اقتصاد دلوقتي اقتصاد العالم كله دلوقتي رايح في اتجاه السهم الى المغبة السهم الى المغبة طبعا فانت هتلاقي نزه اخلالك من حتة دي وانت مش هتعرف ترد التطوير محتاج فلوس بقى اي ان كان بقى بمصري او بقى اجنبي بالزبط عشان برضو وما فيش مداري حلقة قلت ملحوظة مهمة اول عشان برضو الناس كتيرها او بتخفلها ولما فيش مداري المنتخب بياخد بالمطش مفيش كده يعني يقولك ايه ده قاعد 3-4-5 شهور قاعد في البيت وعمل ياخد بالدولارات ما هو احنا دي نقاط الدخول الى صناعة الازمة احدى النقاط للدخول لصناعة الازمة للاتحاد والمدارب المنتخب هي دي ده بياخد قد كذا ده بياخد قد كذا وله بيوم كم ماتش ده بياخد قد كذا ده وطلع اجازة ليه بالزبط ده بياخد فلوس فما ياخدش اجازة انت واخد بالك فانا انا رايي ان كل حاجة تبقى محددة ده انت بتعمل حماية ليك انت كاتحاد انك انت شغال والحاجات دي موجودة في الورق فلازم من بدري انا بقوله في اول 3 شهور مش في اخر 3 شهور من الاربع سنين لان الحاجات دي عم تجربة يعني الناس اللي موجودها في الاتحاد عشوها المدربين عشوها الجمهور عشها انت واخد بالك قوله هنعمل ايه لان المفروض سنة ونص كافية انك تروح تنافس في بطولة افرق صح ولا مش صح انت اخر حاجة وصلت النهائي وخسرت بدربات ترجيحة اه بس انا هختلف في حد اه طبعا انه حتى التلات سنين دول هي برضو مش تطوير منتخب الفكرة في ايه انا بتكلم على تطوير المنتخبات او المنتخبات او المنتخبات انا بس اخدك للنقطة انه برضو لما حنقعد نطور في المنتخب ونلعب مباراة والدية كتير ومع اسكرات وراجل يختار العيبة كويسة هو بيختار منين وهنرجع برضو نقطة السيف لا معنش بيختار من دول المصر كل واحد يعمل شغله وهو دي هتنقلنا النقلة تانية اه ما هو كل واحد يعمل شغل المفروض ان المسابقات خلال سنتين هتتضبط ده واحد تمام؟ اه ما هو احنا مشكلتنا الازالية ايه اللي ملغبطة دخلة دي على دي وزي ما بيقوله وعيشة على مو الخير ان المسابقات ملغبطة صح لما تبقى المسابقات والدوري متلغبط الانتقالات هتبقى متلغبطة انه هو انت في نادي يعرف هتعقد انت فترة فتحت بالقيد في القيد اللي قفل والدوريه تبتدت بس الظبط ايه طب انا هروح اجيب العيب ازاي؟ هيكون خاص قفل هناك ولا حتى بيقى العيب ازاي بس انت هتبعد بقى تدور على الفري صح واتدور على اللي هو ملوش نادي صح وانت نفسك مش تقفت الصفة اللي عيبتك ما بقى ضمن لغبطة المسابقات صح انت واخد بالك صح انا عايز نمشي في انت بتكلمني عن فيتوريا انا مقولك عن اللي يحمي فيتوريا ويحمي اتحاد الكورة واللي يعمل حاجة كويسة اللي ما تفضلش طول الوقت تعيش حالة جدلية انه هو الراجل بيجاوب على الاسئلة ايوة هيفضل طول الوقت يجاوب على الاسئلة وهي اسئلة حقيقية على فكرة اللي انا بقوله ده حقيقي اللي انا بقولهولك ده حقيقي لان انا عشته انت واخد بالك لا انت هيقعدوا يرجعوا الالفين وستة والفين وثمانية والفين و هنقعد نرجع هنقعد نرجع لا ده ما احنا مع كروش وصلنا النهائي اللي عابنا اخر ماتش في التصفية الكاسي على وخسرنا بدربات الترجيع ولعابنا نهاية افريقيا فلازم تبقى الامور واضحة وكل ما انت بتشتغل والامور واضحة ليك انت كاعلام وانت اقتنعت بالكلام ده وبالمشروع ده هتقوله وهتحاول توصل للرأي العام انا بقولش ان الرأي العام كله لكن القلي بقى عنده الحقيقة لما تبقى الحقيقة عند الرأي العام حتى في الانتقادات لانه وقت المطش الجمهور بيختلف انا عايز مصري تكسر مية في المية احنا احنا كنا ضربنا بالحزم والبتاع فالحد ده ماتش اناية جالي بعد كده كل الشارع المصري والدولة ما هو كده تلعب كويس تكسب بقت في مزهن ده واحنا واقفين معاك انا مش عايز عايز الامور تبقى واضحة الراجل ان شاء الله هيكسب ان شاء الله بس الاهداف تبقى واضحة علشان تحمي نفسك اتحاد قورة من فضلك وتحمي الراجل المدرب اللي هو مدرب كويس متعدش تقوله بقى في ايه وفي ايه ومراحش ايه احنا هنرجع نقوله انت واخد بالك هنرجع نقوله لا قول المعلن صح وقعد واقنعه بالكلام الكلام الفني مفوش حاجة غلط صح طايم نروح لجزئية تانية وجزئية مهمة واول سؤال فيها ما رأيك في الانتقالات الصيفية للنادي الاهلي كافية سوق انتقالات قوية للنادي الاهلي ولا ضعيفة لا انا مش شايفه بالنسبة للنادي الاهلي وانت هتخش من الاهلي للزمانك عايزة افرق بين حاجتين في حاجة اسمها تدعيم وفي حاجة اسمها احلال ايوه النادي الاهلي مش محتاج احلال محتاج تدعيم فقط محتاج تدعيم فالتدعيم بيبقى فيه مش كبير صحيح ليه محتاج تدعيم النادي الاهلي عمل اللي هو كان محتاجه اه كان مجبر عليه لكن عمله وهو اراحة نجومه اللي كانوا في ثلاث سنين متواصلين استهلكوا بشكل كبير جدا وده كان مطلب ده كان مطلوب خلص دي يدعم صفقتين ثلاثة او اربعة بالكتير قوي هقولك اهمهم ايه يجيب مدرب كويس يدير المجموعة اللي موجودة ويطورها ايوه المجموعة اللي موجودة مجموعة هيلة جدا بحقق البطولات وكلهم سنهم مناسم جدا ناس خرجت خرجت ما بين اعارة وراح مشي مثلا احمد ياسر ما بين صلاح محسن اعارة بنون بيع بدر بنون بيع من تاني اقوي من كيسوني ده حاجات كلام مش كتير يعني محتاج الددعيم جاب شدي حسين صفقة هيلة مصطفى مستقبل واعد جدا واسمه برون برونو سابيو صفقة هيلة شايفوه صفقة هيلة محتاج طبعا حد اجنبي تاني مهم جدا جدا مالحقش في الفداع يناير شهر ونص مرسينيو او مجاش الصفقة اللي يجيبها لازم تبقى جامدة جدا صفقة مركز ايه انا في رأيينا راس حربة راس حربة اه فنان الاهلي محتاج تدعيم ماشي راس حربة عندك شادي حسين دلوقتي وعندك محمد شريف وعندك وحسام حسن واحيان بيرستاو بيلعب المركز دوت حتى برونو سابيو بيلعب مواجم تاني كان في الفرق اللي بيلعب فيها ينفى يلعب استراكف لو احتاجتو مفيش مشكلة فيبقى خمسة تقريب ايه فرق لو هتحتاج مواجم كمان اه بزرط اتناشر جناح كواسين جدا ناقصهم التطوير والانتاج يزيد لعبها حيلة وقدوا فترات كتيرة فترات كتيرة قدوا اداء رائع مع النادي وخدوا بطولات وعاشوا عاشوا البطولة يعني وعمرهم كويسة جدا ومناسبة جدا كلهم بدون مش عايزة اقول فلان وفلان وفلان كلهم انت عارفوا تمام لكن محتاج محتاجين تطوير وانا جبتوا مدارب كويس جدا عشان ده فانت عملت تدعماتك وبعدين جبتوا مدارب كبير نشتغل عالتطوير بتاعهم طبعا فتر اعداد مكادش كفاية قوي لكن هو طبعا المدارب حاجات مهمة جدا رجوع اقرب رجوع متولي فانت انا مش شايف النادي الاهلي محتاج احلال لا النادي الاهلي اللي عملوا ده كواس جدا ده وحتاج صفقة اجنبية اللي هي الخمسة مش كدا وحتة تحت السن دي اشتغل فيها براحتهم لانها كل شهر في تأييد عايز اخدك جزء بس في نادي الزمالك وهارجع تاني للنادي الاهلي مين في نادي الزمالك في رأيك ممكن تقول عليه اللاعب السوبر ها هو عموما اللاعبة كويسة جدا ما فيش لعبة سوبر دلوقتي يعني ايه الجيل بينزل شوية وبعد كده هيطلع يعني عادي لما يبقى عندي لعبة جيدة جدا تحسن عندي لعبة سوبر ولعبة متوسطة طيب في الزمالك ممكن تقول على زيزو السوبر ولا ما تقولش علي لعب ممتاز لعب ممتاز اه طبعا طيب في الاهلي مين اللاعب اللي ممكن تقول ده اللي في تشكيلة النادي الاهلي ممكن يفرق مع الفرقة كلها هو اللفظ ده يفرق في المعنى ما عند الجمهور في ايه او معاك انتك هاقول لك انه مثلا انا افهم دلوقتي انه في باريس سان جيرمان باب بيه هو اللي بيفرق في اداء هالند بيفرق في ماتشاة يعني هالند دلوقتي صح بتقول ماتشاة سيتي هالند بتقول مثلا اه لا ريال مادريد كريم بن زيمة يعني لو ده مش موجود في الفرقة الفرقة تتأثر انت عايز النادي يعني نجيب لعب سوبر اللي هو الاجنبي اللي فاضل ياريت يجيب لا انا بسألك بشكل لعب هل الاهلي دلوقتي عنده اللاعب اللي لو خلق من تشكيلة الفريق تقول كده في مشكلة انا انا افضل انه يبقى عنده لعيبة كتير جيدة جدا وامتازة اه لانه هاعد ادور واوجع دماغي في حتة اللاعب السوبر وانا صنافه سوبر وبعدين ييجي منافسين يصنافه ويقول لي ده مش عارف ايه ده ايه لا انا انا افضل ان المجموعة كلها تبقى رتم واحد في الامتياز او في جايك جدا اه اه احسان بيبقى عندي لعيب واحد يعني مثلا انا بيبقى عندي لعيب تسعة من عشرة والبقى سبعة او تمانية من عشرة بس انت مش بتبقى محتاج اللاعب التسعة اللي بيعمل فريق اللي بيعمل فريق اللي هو الهدافة اه انا محتاج الهدافة اه وعبدالله بيعمل كل ده في النهاية برمز ماخدش بطولة مزبوط بس انا اصول النوع هقول ان عبدالله اسطورة ببرمز هقول كده معاك اه في النهاية انت انت نادي بتلعب على البطولة بتتحاسب على البطولة وانت شايف المشاكل كلها اللي حصلت للنادي الاهلي سنة في السنة في سنة ايه في ستة شهور صح ستة شهور بس عشرة البطولة صح عشرة البطولة صح وكا ان كل حاجة نهارت في الان انا انا محتاج انه الجماعية تضغى على 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 اللعيب اللي انا مش لا مش ما تعيبش نفسي ان انا اقعد اقول الاسطورة هم لكن انا عايزهم اه تلاتين واحد جاي جدا مرسل كلها رأيك في ايه في اول مباراة عجبني جدا في طريقة الانضباط اللي فرضها هايلة هايلة جدا وده كان ينقص النا للأهل انضباط مهم جدا في قطة اللبس انضباط الفني مهم جدا وده بان في ماتش المنستيري بان ازاي في تمركزات كويسة وهو بيشدد على التمركزات بان ازاي في انضباط فني في عمليات بعض الوقت من الضغط الامامي بعد فقدان الكورة في عمليات التنظيم الدفاعي ولسه كمان ده كل ده بيشتغل وهو مفيش وقت يعني فلا مدرب ان شاء الله مهمته في اللي جاي ان شاء الله تطوير بقى اللعيبة خصوصا الاجنحة الاجنحة محتاجة تطوير كتير جدا التطوير بيطلع انتاج عارف يقولك الماكنة جابت قماش تطوير اجنحة مهم جيد كلهم لعيبة كويسة بس كل واحد لازم يتطور بشكل كويس وده اللي هعمله كرر مع محل الاداء بتاعه صحيح ان ده شغل مهم جدا تدعمات الزمالك تعتبرها او لعيبة الزمالك او الترانسفير المركب بتاع الزمالك زمالك بقى احلال احلال ليه بقى احلال لان الزمالك من سنتين من ساعة خروج فرجاني وهو بيفقد نجوم بالتبعية والنجوم كانت مؤثرة صح وموجودة جوا الملع من ابو جبل لطريق حامد لبن شرقل ونجم لاخرهم حزم امام محمود علاء طلع صح عمر السعيد طلع فكل دي عدد كبير جدا كل ده خرج فجأة خرج فجأة خرج فهو محتاج احلال كتير فجاب عدد هو محتاجه فعلا العدد اللي جابه هو محتاجه صحيح فهو دور برضو اتزنق في حتة الفري انه خصوصا في الاجانب جاب ناس فري جاب نضاي وجاب رجأ زكريا وجاب سامسون والباقي المحليين باقي اللي جابهم يعني صح فهو الزمالك محتاج عدد في فرق بين واحد محتاج عشان العدد كتيره نقصت عنده وفي فرق بين حد محتاج تدعيم زمالك محتاج احلالك صحيح فعمل احتياجاته اللي هو محتاجها زود نص الملعب باتنين لعيبة وزود الديفنس وزود اللاين فروت دي شكل كبير جدا ودي الحاجات اللي نقصت على مدار السانة ونص او السانتين من الازمال هنفتح الكروت بس قبل ما نفتح الكروت اللي على يمينك وعلى شمالك انت اللي يطير لا لا واحدة واحدة انت هتفتحهم كلهم مرة واحدة قبل ما نفتح الكارت عايز بس اسألك على حاجة قبل ما نفتح الكارت شادي حسين انت دربته اه الاحسن ليه جناح ولا سترايكر الاتنين الاحسن انت كمدارب بتقول ده هياخد فيها تسعة من عشر ودي سبعة من عشر هو ممكن يكون بعمل تلاتة الدرجات انت بتقول اني احسن لشادي عشان دي انه وقتة جدلية ده ده السرايكر كويس كويس جدا جدا الاحسن له لكن يقدر يعدي الجناح مش اللي واخد اللاين اللي بيخش الجو اللي بيخش الجو وده مفيد جدا للرأس الحرب وده اللي ناقص الاجنحة بتاعت الاهل او بتاعتنا ده اللي ناقص عبدالقادر وده اللي طوره اللي طور زيزه فيه فريراس سنة ولو تسكر فايلر قبل ما يمشي عمل ايه معربان صبح مصبوط انك تخش الجناح ده يعني لايم فروت انت مش محسوب عندي جناح انك تعمل هاجمة وترقص وترفع مزاي زمان اللي نكتبش على الحط لأ انت لازم تطلع تجيبها اهداف صحية لازم تجيبلك اهداف في السنة مش طبق يعني اللي يجيب عشر اهداف ده يبقى وحش انت عاخد بقى لك صحيح خاصة اللي ما يكون بتلعب مع فرقة كبيرة زي الناد الاهلي فشهادي في دي كويس انت هتتكلم على بقية المرقات ومعن انت مدين الحاجات دي كلها للوقت خلص لأ ده لسه بدلي بس عشان الكرود دي فيها حاجات مهمة اوي هنيجي على ال يعني هناخد هنا وهنا عشان الوقت ما يسبقناش عشان الكلام اللي في الكرود دوت في كلام مهمة اوي انت متعرفوش قالولي انت متعرفوش هو هم اللي قالولي ان المهمة اوي ايوا عشان انا بحبك جدا وبيقى لأ من الاسئلة الصعبة ليه لكن دي هتبقى السئلة صعبة اشيل واحد ان شاء الله متبقى اشئت السئلة صعبة بإذن الله بس انت بتقول الجمهور بقى السؤال عشان احنا مش هنبقى عارفين هالغياب ده السائل عن الاهل لانه مش عارف بيدفع حساب حساب ايه يا عما؟ انا موجود في النادي الاهلي كل يوم كل يوم طبعا والعلقة كويسة وعلقة كويسة جدا بالكابتن الخاطب وكل عدم مجلس الادارة وبالفرقة وبروح امشي العصر وباشوف الناس و لحد ما يطردنا يعني اصل اه لا علقة كويسة جدا ووقت ما النادي الاهلي يحتاجني انا تحت امر النادي الاهلي و ساعات بقول حاجات كده طايرة كده ولا حاجة لكن لا انا موجود في النادي الاهلي ومش كل الناس اللي منتمية للنادي الاهلي هتشتغل في النادي الاهلي صح استحالة ايه لكن انك تحب النادي الاهلي وعايزه ينجح وعايز مجلس قدرة ينجح والحاجات دي كلها لأ لأ طبعا معاه هاي لازم هاي ناخد اللي بعد شمال او يمين وحطين شمال او يمين اه اصنو هنا حاجات بس ده شغري طب انت عد شغلتك يا على المتفى وهنا حاجات انا بقعد باقي اسمع الكلام الحل انا منقولهم في اسئلة كده محبش هنا اسأله سألوها انتم مين اكسر لعب خزلك منتخب الشباب بتاعك في جيل 2011 مش خزلني كان نفسي يبقى موجود في حتة تانية بعيدة يعني اه 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 احمد الشناوي كان لازم يكون في حتة بعيدة جدا جدا لأنه جون موهوب ومحمد إبراهيم اه محمد إبراهيم برضو كان مقادي معايا ثلاث سنين هايلين جدا جدا كان نفسي يكون في حتة هو موجود في مكان هايل للوقتي وعمل موسم كويس وموسمين كويسين في سيراميكا لكن انا بتكلم على انه في الاحتراف يعني ايه رأيك في الحكاية تعتحمد الشناوي محمد الشناوي بتاعتروها كم اللي حصلت في المؤسسة الأخيرة يعني كبرة زادة عن الزمن انا يعني الشناوي نفسه قتالها في مهدها انا انا هاخد نمرة ستتاشر انا بالبن ستتاشر على طول وبعدين الشناوي عشان هو لا قدم يعني احمد احمد فلما راح رجع المنتخب وبتاع لكن انا عايزك يا احمد تشد حلك عشان تلعب يعني لكن انا بعتقد انها ما خدتش وقت يعني يعني انت عايز تقول ان احمد يركز اكتر في اللعب مش يركز هو مركز بدليل انه الحمد لله ختم الموسم كويس مع بيرامنس لكن ان شاء الله انا واعتقدش انها خدت وقت يعني لكن انت عارف طبعا الحبة وقبة في المنتخب ازا اه طبعا اي عايزة تفصيلة قدي كده اه تفصيلة قدي لكن محمد اتعامل مع الموسم بشكل راقي جدا محمد زكي واحمد بعد كده وتعامل مع الموضوع والموضوع خلاص هاي السلام علي مين هو انت مش هتشتغل النهاردة يا جماعة اخصبوا منه الحلقة دي انا جاي رايح النهاردة محمد صلاح كان لقبه ايه في منتخب مصر اثناء بطول الكأس العريم من الشباب بكلومبيا بقى هتقفز بيه لنفسي عشان محمد صلاح دلوقتي يوصل لبكانها عالمية فممكن الاندبندت تاخد الكلام بتاعي ده وتعمل هو الاسم كان ايه وحش لا لا اسم مش مفوش تريأة حد كنا باللعب مالي وشاف حد حجازي قال لي ده شبه الصلاح وهو فعلا شبه الصلاح فسمينا الاسم ده يا بل اسم ده بس دم عادي اسم اللاعب يعنى عادي لا لا عادي لا لا مش هقولها طب عادي لا لا اسم لاعب اه اسم لاعب عادي اه عادي لا لا مش هقولها لانه هتعمل هو هتخدها كرة بلس وتعملها عنوان ويقوله ده كابتن ديه بيتريق وبيقول كذا كذا وياخد هالموقع الفلاني ويقول كذا. انا بقول كرا بلص عشانا كده. ويرجى انكلوب حيندهو بيها. اه بدل مو ده انا في المعسكر. بدل ما حيندهو يقول له ايه. لا بدل ما يقول له مو. هيقول له ايه بقى. البرق الفاتحة بقول له صلاح. دلوقتي انا بقول له كنت ابو صلاح. قال لي اقول لي مو. قلت له اه. قلت له ماشي. قال لي خلاص بقى تحويت عليها كابتن. اه. بقت مو. قلت له خلاص اقول لك يا مو. فبقيت قول لها مو عظم. السؤال اللي بعد كده. مش بقول لك انت جاه النهاردة. ما انت فهمت بقى انا بقى انا بتدخل في اوقات معينة يعني. هل فعلا صلاح فكر او بلغ اللاعبين بعد ومرسن غالب رغباته في الاعتزال الدولي. لا طبعا. هو هو كل الحكاية انه كان موقف صعب. وقال له اتمنى ان احنا نشوف بعض تاني في المنافسات تانية. واتمنى واتمنى في الناس. في حد خدها ان صلاح هي. وكان الحمد لله في اول معسكر جاه. حتى المعسكر ده. يعني كان فيه ناس بتكلم تقول له صلاح مش جاي. طوله ما الله جاي. انا معرفش بس بقول لك صلاح جاي. عشان الكلام ده بالذات هو عارف ان هو يعود يتعل عليه. اكتر واحد حريص انه يكون موجود صلاح. ما قالهاش في لحظة دي. يعني وارد جدا في لحظة دي. انتقول مسلا انا عاي سيب المجد. لا ما قالهاش والله. حقيقي. انا سأل ليبا اقول لك خلاص انا حراك سادي انا ليبا اتاك في لحظة دي. انت في لحظة دي ممكن تقول ايه والله هنا استقيل. وارد يعني كلنا وانا في لحظة دي انا مش جاي البرنامج النهاردة. صلاح وصل لما كانه من التفكير ربنا يحميه يعني. يا رب فضل يا رب. وصل لما كانه انه يقدر يتعامل مع كل المواقف. يتعامل مع حاجات كتيرة جدا حواليه لانه هو عارف انه نجم كبير. وفي حاجات كتيرة جدا حاجات كتيرة اكيد انت عارفه. طبعا. والتويتا بيعلقوا عليها والحركة بيعلقوا عليها. والكلمة ويعلقوا فهو وصل لدرجة ما شاء الله يعني انه بقى عنده خبرات كبيرة جدا في التعامل مع المواقف المختلفة. صحيح. سواء الفرح او المواقف اللي بتحصل له انه بتحصل له مواقف كتيرة. مية مية. خير هاد الموقف اللي هو فيه دلوقتي. طبعا. انه صلاح كذا لا صلاح لا لا حدس بتكلم عن ليه فربوط. صح علي صراح. بتكلمه علي صلاح. مزبوط. تاخد كارت ولا تسألك سؤال. هو انت بقى. ما انا عسألك سؤال. انت مش عانس تشتغل. ما انا عسألك سؤال. انت عالك هتقول ليه كنت اخدت الكارتة هستاخدت الكارتة واسأل انا سؤال. حاضر. اسأل انا سؤال. اه. انت اللي حكمت. صفاكات سرامية الكروباطرة الحلوة دي. جدا. كانتش مفهود تبقى فيها انت مدرب. لما كنت مدرب لسرامية كان معاك الصفاكات دي. معاهم مدرب. هكذا بتاعنا سامي اسمي جيد. كبير. طبعا. انا بكلمك لما بتشوف اسماء زي دي. طبعا. اي مدرب يقول انا كنت. لا انا مشروعي كان غير كده. اه. اصلا. المشروعي كنت هكسبهم فلوس. هم. يعني المشروع اللي انا قعدت فيه بعد ما شفت عندهم قطاع ناشئين في منجم. انا طلعت الفرقة اللي وراي عندهم كمان العقيد شبل. مدير القطاع حاجة جميلة شخصية محترمة وفهمة وإداريات ايه وفنيات ايه. الفرقة التانية قلت له ما عايز ابص عليها الفرقة التانية. بتعرف طبعا سرامينكا بياخدوا ملعب وبيتمرنوا فيه. فقال له قلت له ما يجوا يتمرنوا يعني احنا نتمرنا الساعة خمسة وما يجوا يتمرنوا الساعة ثلاثة. ازاي قلت له ما يجوا انا هحضر التمرين. فجيت حضرت وبقاهم يتمرنوا قدامي معاهم كان كابتن معاز. اه اعايز اقول لك لقيت فيهم لعبة مهيلة كان فيهم مصطفى ساعد. مصطفى ساعد. وده من نتاج قطاع الناشئين. مام. فقلت له ما لا دول هيفضلوا وده يتعمل لهم ما تشاط ودية. مام. ما هيبقوا قدامي ياحم هunal ما يتشاط ودية واو. فكان كان ما بين قدامي مشروع كبير يora. هاي. بحيس انه نطلع وندخل ونطلع عدا. ما حصل مش نصيب بقا. وحصل اللي حصل. اللي عامله طريقة أبو العينين دلوقتي حاجة هيلة جدا أنا عجبني في إيه عجبني في قد إيه هو في طريقة التفاوض ما بيخدش وقت ما فيش ملل مع عدم جانب فني محترم سامي و أحمد ناجي حاجة محترم كل الجهاز يعني محترمين جدا وبيختاروا وبيخلصوا يعني ما بيخدوش وقت بيخلص التفاوض معنا للأهل في كاملة عيبة خلصت ما حسيتش وقابوا لعيبة ممتازة جدا معظمهم تعامل مع أحمد سامي ودي حاجة كانت فكرة كويسة إنه جاب اللعيبة اللي تعامل معها سنة أو سنتين وبعدين جاب إبوكا جاب أحمد ياسر ريال جاب أفر سامي وكناريا بتوع سموحة جابهم شوكري وبيكم وكناريا هيعرف يتعامل معهم وينتجوا معهم وآخرهم طبعا صلاح محسن يبقى حاجة كويسة جدا طبعا إن شاء الله يعمل موسم كويس ويرجع به نادي الأهل يعمل فأنا عجبني يعني من أحسن الناس اللي عملت مركاته في هدوء وأداء رائع كان سيراميكا سيراميكا عمله جابوا احتياجاتهم كويس جدا وبعدين إيه اللي طلع طلع محسنش بيه وراحوا قندية كويس جدا دعيبة طلعت وراحت قندية واللي جابه وجاء دخول وخروج دخول وخروج لآخر يوم في المركاته بصراحة عملوا شغل كويس جدا أخد كارد ولا سؤال اللي انت عايز أخد كارد ما أنا رأس انت بمضو فيش أساس صعبة عليك تفكرني نسمعين يسين أسحب كارد أسحب كارد أسحب كل ما يقول هسن السؤال صعب ما بيطلعش صعب في الآخر طبو انت أسعم ليه عشان انت عجباتها كلها زكية والله هم زكية يعني كنت انضيع انت من ضيوف اللي بتبقى متعبة للمزعيين ليه انت شخص زكي تعرف تهيرهم من سؤال والله أبدا تعرف تجاوب إجابة مثالية وما فيش أي مشكلة موضوع كبير قوي إيه اللي حصل خلى إدارة الأهل طارد أحمد صلاح حسني ورهيم سعيد ورامي سعيد للبيع بعد خسارة الدوري الشهير من أمي إيه اللي حصل إيه اللي حصل معرفش لاش لا والله إيه اللي حصل أنا أمر معرفش زي انت اللي كنت موجود في النادي نو كومنت بس يبقى في حاجة حصل انت معندكش لقية تعليق دو نجوم كبار جدا خدمه في النادي الأهلي نادي الأهلي يا ما ماشى نجوم لعبه ويا ما ماشى نجوم موجودة فالحياة كده بتروح وبتيجي لكن إبراهيم نجم كبير وإحمد صلاح نجم دلوقتي كبير ورامي نجم كبير خدمه في النادي الأهلي فيه مدرب منتخبات ومدرب أندية لا هي المقولة بتتقال إمتى بتتقال لما يعني كروش مثلا ما هوشتغل أندية ومنتخبات وهشتغل الأندية إيه حاجة كبيرة جدا يعمل شستر يونايتد وليان مدريد طبعا فحاجة كبيرة جدا لكن المدرب بيشتغل مع فرقة كور على فترة وتقالوا يقيت على فيتوريا على فترة اللي فيتوريا مدربش منتخبات هي بس خبرات التعامل جوه المعسكر الخبرات فترات الراحة خبرات متابعة اللعيبة لأنك إنت وإنت بره المعسكر ما هو أحيانا إنت بتجي تقول إيه زي إحنا مفهن سحصلين في البطول العربية إنتو خدتوا فلان وخدتوا فلان وخدتوا بعد كده ما خدتهم شي تاني ما هو إنت عينك بتروح لحاجة واحدة بس بتروح لمدرب طب أنا لما خدت اللعيبة خدتهم وإنت شفتهم حضرتك شفتهم كويسين بس كانوا معي كويسين في فترة المعسكر بيقطع المعسكر بينجي بعد شهرين ثلاثة في الوقت ده أنا بتابع اللعيبة بس بقول له هو في المعسكر ترجع نديك تكون في أحسن حال لأن أنا هختار من أول وجديد خبه لك خصوصا لما تبقى لعيب جديد محتاجة تثبت نفسك نظبوط هو إحنا ليه الناس كلها فرحانة بمحمد يا عمينا اللي هما نسيوا إن الجهاز ده هو اللي جاب محمد يا عمينا تذكيروش طبعا طبعا وناس محمد يا عمينا بالقالي كان بيعيره سنتين ثلاثة أنت واخد بلد طيب محمد يا عمينا لو ما مشيش كويس العين مش هتروح عليه صح أنت واخد بلد مية في المية ده حصل مع العيبة فتيجي أنت تتلام ما هو أنت أخدت لأ أنا ما أخدتوش بعد كده ما هو حضرتك مش متابع أنا مدرب منتقب اللي متابع لازم زي ما بتتابع عينك على المدرب تقوله وانت أثرت في دي لازم حضرتك تراقي باللعيب اللعيب لازم طول الوقت يبقى كويس ده حصل مع أحمد رفعت؟ لا مش أحمد رفعت تحديدا كان عنده بعض الحاجات مجتمعنا بيقلنا له عليها مم ما فيش حد كان بيتساب لأن التمرين كان بتتصور القاعدة كان بتتصور الماتش كان بتتصور في حاجات وبعدين برضو عشان الناس ما تفتكرش أنت كمدرب منتخب ممكن حاجة طوع منه عادي جدا خالص عادي يعني يعني ممكن إيه اللعيب يتقلق قوي بعد كده وانت متبقاش شايفه إنه هيمشي معاك في الإطار الفني في المجموعة صح مش هيمشي معاك في الإطار الفني في المجموعة مم فما هتاخدوش مم انت قوة متقدرش تضحق بكل عشان الفرق وصلت الإجابة وصلت الإجابة قد جد في النص عشان كان السوق اللي أنا ساتواحك لقول لي ليه تبعاية وهل السوق بتاع الكورة في مصر ممم شايفين الكابتن ديها السيد مدرب منتخبات مش مدرب أندية ثم يطولوا إن أنا بقى مدرب منتخبات لأ ما هو أصلا أصلا دايما خب بالك السوق مش على الكابتن ديها بس لأ الكابتن ديها ورقة مهد المجموعة في كل المنتخبات لسبب لسبب هو طبعا حاجة غريبة لكن إنت السنة دي فيه سبع أندية جابه سبع مدربين أجابة أنا استثني الأهلي والزماني عادي ومتوقع طبعا ربنا وفق كل أندية وبتمننهم كلهم التوفيق أنت عارفنا أنا عارف إن النواية السليمة عارف إن أنا من جوة سليك عارف إن النواية السليمة وعارف إن طريقة الشغلة ما بتبقاش بالشكل ده صح متوقع بعد ثلاثة أربع أسابيع مشاكل مع مدربين الأجانب لأنه ما عندناش إدارات على نفس المستوى اللي هي تدي حد فترات ما أنت طول ما بتطلع على دولارات طول ما أنت يعني ترئيم منك بالعافية مش أصلي مش أصلي على دولارات بس إن هو كل ما يجي بقى يخسر مباراة يقول لك لا لا كل المدربين الأجانب اللي جت مع فرق الاتحاد والإسماعيلي ومن ثاني أنت عندك الاتحاد والإسماعيلي وفرقه وبيراميز والأهلي والزماني فرقه كل المدرب قعد معهم طبعا كل دول معهم أجانب محتاجين وقت باستثناء بتاع فرقه لازم يتحاسب هيتحاسب لأنه قاعد سنة صح كمل يعني كمل بعد شغل مجدي مفهوم من أنه كنت شايف أنه شغل مجدي كان لو كمل كان هيبقى أفضل من الحالة اللي فيها فرقه لكن فرقه بالزبط فمحتاجين وقت ولا ولا الاتحاد عنده جمهور أتمنى الاتحاد كل التوفيق كل التوفيق الاتحاد نادي عزيز على قلبنا كلنا مش أنا بس المحل عنده جمهور وهو هتلي مسؤول بيستحمل الجمهور بيستحمل أو يبقى مقتنع بأن المشروع ده لازم يستمر اللي هو مشروع مدرب الأجنب فيتحمل مفيش كل الدول إنبي ما عندهش جمهور وماشي أبو ياسيب صح أبو ياسيب مش بير صح أنت واخد بالك مرة أخرى لأنه خلاص مش هستحمل نتائج من السعر مرة أخرى يا كمتن دايب مرة أخرى عشان دريبا ده في كل اللقاء بنوض فيه مع بعض أنا بتكلم مش أنت قاد معي النهاردة بس سي في سي في يعني سي في دي أقام وحاجات لما بتكلم على سوء انتقالات في المجربين ويبقاش فيهم اسم الكابتن داية أنا بيبقى عندي دايما استغرابه على ما تستخدم ودهك على فكرة من الزمان كنت بقوله لك بعني دم خفيف ليه يا كابتن داية يعني توقع تفسرها فيه أنت مثلا مش زاكي في العلاقات بس أنا عارف أنت زاكي في العلاقات يعني لأ علاقاتي بالناس كلها كويسة ممكن مع الوكلة مع عليش علاقات بيهم وزي داية المركاتو للصيف اللي انت بتقولي ما هو المركاتو الصيف إلا حصل مهي إحنا بالضبط إحنا دورنا انت كريم انت لابس السنة دي أزرق طب خلاص ان لابزك أصفر انت لابس يا محمد إيه النهاردة وفي النهاية بيستفيد الوكيل لكنها عملية تدوير ما أنا اللي شفته في المحلة هشوفه في الترسانة بالضبط كي اللي هشوفه في الترسانة هشوفه في هم هم ما أنا هشيفهم صح عاملين دجة ليه بقى على الانتقالات والصفقات والناس ما تخليها منها معركة كبيرة جدا وطولة والعشرين والواحد وعشرين والخمسة وعشرين حاجات أرقام كبيرة جدا يعني فيه أندية طالعة آه عملت بالتسعتاشر وبالعشرين مفهوم طب دول بعد كم ماتش هيبقوا كويسين في فترة أعداد أسبوعين والله ثلاثة أسبوعين صح يبقى المدرب محتاج وقت اللي مش محتاج وقت ده اللي هو ساحر مع لعيبة دايرة جوه يعني دايرة جوه الحل الحي صحيح اللعيبة دي دايرة جوه الدوري صحيح مش مش بتتفاوت بقى يعني أصويا بياخد ناس بعدت شوية يعني الصورة ناس بعدت مش عارف إيه حاجات إيه يعني عايز أقولك حلحات حازم إمام كابتنان الزمال حازم لعيب كبير جدا طبا هذا حازم متابعه من وهو بيلعب ضد ديمانشاط وانا في الناشئين في النان الآن وهو تحت 15 سنة لعيب كبير وعايز يلعب يعني إيه نادي ما لقيش نادي ياخد أو هو قرر الاعتزال إزاي ما لعبش في الدوري بتاعنا صح لعيب كبير صح فعايز أقولك إن هي الوكالة بتدور كويس بتدور كويس يعني بتدور حلو أو بتدور وحش لأ لشغلهم لشغلهم بيدوروا كويس لشغلهم البنك الأهلي عمل جاب اللي هو محتاجه صح المصري جاب ناس كتيرة جدا اللي إسماعيدي أعايز يغير اللي إسماعيدي مشكلته مش مشكلة الصفقات بس مشكلته إنه يبقى فيه تنظيم جريده مدارب كبير مدارب كويس أنا شفته في النادي الأهلي محتاج وقت مش تسع نقاط اللي هو مانس يحن يكون كم معاية وقاله إنه ما كان يحط الشر ده فعلا تلت مباريات يخسرهم يبقى نظر بس اللي جاء في كلامه بس هيفضل هاجز موجود في الدماء غالبا بعد تلت مباريات لو خسر تلت مباريات أنا أنا لا هو إن شاء الله مش هيخسر تلت مباريات طبعا نتمنى الإسماعيلي ما يخسرش تلت مباريات لكن هي كده الشغلانة الشغلانة مش هتتدور بشكل اللي إحنا ماشيين بيه ده طيب سوء الانتقرات بتاع الإسماعيلي سوء الانتقرات ناجح ولا مش ناجح عشان بس أشالها لك الحلقات التطور إسماعيلي إحنا خلص نخلص ما خلصناش لح لسه بدري إحما الإسماعيلي لسه فيك روت كتير الإسماعيلي جاب صالح جمعة وتمنى له التوفيق صالح وبأعتقد إن دي إيه يعني إنك تكون تجربة لقبل الأخيرة أو الأخيرة في نادي كبير زي الإسماعيلي فصالح يا رب تعمل أنا فاكري أنت لما كنت مع سلاميك وربطرة وسألتك قلت لي صالح جمعة هيتقلق معي بس ما بتكملش دايما بيقطع في النص أتمنى ده وزق أحمد سامي قال كده برضو كل مدربين كل مدربين بعدهم إن شاء الله يكمل للمرات نتمنى له يا رب نتمنى له يا رب ما عرفش يا وأنوار نور الدين ما عرفوش فرأس ما عرفوش بس ما هيكتهد معهم الشاب روي العيب كويس كان في الجونا شاب روي حمدي طبعا العيب كويس عبقادر كل بالي معرفوش كريم رقفة معرفوش ما احترامي ليهم يعني ما احترامي ليهم أحمد محسن محمد حسن عرفو طبعا وخليفة كان في الإسماعيلي واحمد محسن كان ليفت باك للسيراميكروباتر اه احمد محسن لعب كويس باما انا بقولك اه 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 بفكرك بمي احمد محسن لعب كويس اه اه هيفيد الإسماعيلي اللي اعرجوا ان طريقة لعب الإسماعيلي ترجع مم والناس متعدش في زن على الراجل هيشتغل كويس بس كل دة بس كل دة العدد دة في فترة أعداد بقاله عشر تيام هو. صح? مش جريده بقاله عشر تيام. اكتر شوية. يعني بقاله حوالي خمس باشر يوم. اه. مش كفاية. مش كفاية. فنسيبه. سيبه. يعني ايه? بيقوله ايه كل لمونة ولا اه? تعالي على نفسك شوية. ااصل على نفسك لمونة. اه. ااصل على نفسك لمونة. اي مدرب محتاج وقت. صح. انت كادارة محتاج وقت. انا عارف ان في ضغط جمور. عارف ان في ضغط الجمهور. بس اه. خدت جارب من السنة اللي فاتت. طيس اقولك. اسمعيني جارب من السنة اللي فاتت. تسع. تسع مدربين. لما غيرت اللي استفدت انت كنت على وجهك الهبوط يعني. ولما الدنيا استقارت ماشيت. صح. يعني لما حمزة استقار. ماشي. والامور مشيت. اه ماشي. طبعا الدخليات بتاعتهم انا ما عارفهاش. لكن في انا اللي وضع لي انها استقارت. صح يا. صح. عشان كده انت بتكلمني على المدربين. فبقولك اتمنى انه بعد تلات اسابيع المدربين الاجانب تصمد يعني. صح. كارت. كارت عشان هما. خد لك كارت. عارف انت اللي كاتب العسئلة جوه واضح انه شايل لك حاجة مش عمال يقولي كارت كارت. اه. الصورة وانا نايم. الصورة وحرك نايم. اه. دول اهل الشر. دول مشهورة قوي. دول اهل الشر. دول اهل الشر. بس انكتش نايم تلاقيك. كده كنت تتاوم مسلا. كان في يعني خدوني استلموني كده اسبوعين. اه. ثلاثة. اه. حد اه مركز كان انه يزيني. اه. لكن ربنا كبير. اه. اه. بحسبين بقول حسب يا الله واناعمال وكيلو. بسبب الصورة دي. لا. يعني واحد ده ده كم فيديو. اه. اه. اساسا. بالزابط. انا بعمل كده. اه. هو وقف الصورة. فبقى نايم. فبقى كابتن في المطش بيتفرج جوه نايم. اه. فاتضيقت انت بسبب دي. ايه الفكرة يعني. اه. ايه الفكرة التشهير. انت عارف. لا طلع بتاخد لها يوم وفي السوشي الماديا. اه. بس عارف كابتن دي. انت راجل مطلع جدا. ده بيحصل في العالم كله. يا بيه ما انا ما قلتش حاجة. انا انا اخد معا يومين. ما انت متجيبها ليه. ايما ما انا قلتش اقولك. يعني انا اقولك بتحصل في العالم كل. لا. انت انت تضايقت. تمام? انا عفاهم. وايه حدي بيتدائي لما يبقى فيه صورة دي. بس انا. انت عاستي شوهني ليه. ما اقول لأ مش بتبقى تشوية. ده شغل شغل. لا. ده شغل الشياطين. انه يبقى فيديو وانت توقف على حاجة. اه دي قصة تانية. دي قصة تانية. اه. ايه لو كنت نايم بجده صورتها. اه اه. دي تبقى. اه. 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 شغل شغل ناس بنا قدمين بتعمل حاجة يعني. كرت كمان. انا عرفت. حاجة ان صلاح. ده كله ان صلاح. انا عرفت اللي جو ايه. لعب واحد من الجيل الحالي غير صلاح. ممكن يلعب اساسي. في جيل منتخب حسن شحاتة. لا كتير مش هو لعب واحد. حجازي يلعب. اه. 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 حجازي يلعب انني يلعب. اه. هاروح على عيالي انا. ايوة طبعا. هاروح على اولاني. بس لو سألتك مثلا مثلا يعني. انني في الجيل بتاع 2006-2008-2010. يلعب مكان مين. لا ما بقولش يلعب مكان حد. اه. بس يكون موجود في المجموعة. واحجازي نفس القصة. اه. يكون موجود. تمام. لا حجازي يلعب. يلعب اساسي. يلعب. اه. لعيب عظيم. اه لا لا حجازي ما شاء الله عليه. اه. لا يلعب حجازي. اه. يعني حجازي وصلاح تحطهم وبعد كده تحط اه. حسني بقى اللي يلا. ما بتعرفش تلعب دي. اه. حسني. على زيدان. على بركات. على تريكة. على. الولاد اللي ما بيعرفيش كيروش. لا طبعا اه. برادلي كان مدرب عظيم. وانا بعشق برادلي في هدوءه. في دماغه وفكره. وفي تعامله مع المواقف. في تعامل مع الثورة ومع المظاهرات. ومع عدم. توقف النشاط. وتشيل من هنا وتشيل تتعامل بحرفية كبيرة. وكان على مستوى الفنيات عالي جدا. طبعا كيروش مدرب عظيم. مم. مدرب عظيم. اه. لأقصى درجة. مم. يعني. يعني الواحد في سنه ده تعلم منه كل حاجة. صحيح. حاجات جديدة يعني. فيه? فهو مدرب كبير وعظيم. من افضل الفترات اللي اشتغلت فيها ويعني. الاسف انها ست شهور او سبع شهور. طبعا. معنا لست وقت. واما. وانا متأكد ان الكروت دي فيها حاجات. فيه كارتف الاخر هيطلع فيكم بالا. ما اه ارتبهم من حيث هو الافضل كيروش جوزيه فريرة. اه انا جوزيه اشتغلت معه سنين. اه. وانخنقنا كتير على فكرة. خنقت? اه طبعا. ليه? اه. نادي الاهلي كان عامل شغل كويس. تلتبهم الاول او شغل تلتبهم. هقولك اه ارتبهم. ماشي. انا كنت مسك فريق العشرين. اه. ففريق العشرين تابع الدرجة الاولى. اه. هو قال مدرب العشرين يحضر معايا كل اليوم التمرين. اه. يبقى من الاصطف بتاعي. اه. فبقى هو تمرينه كان طول الوقت تسعة ونص الصبح. اه. فانا كنت بحضر الصبح واروح مدية مصر مرا بعد الدور. اه. عشان اشوق معايشة معايا. اه. ويقول لي هلعب هنا ثلاثة خمسة تلعب انت ثلاثة خمسة. اه. في هلعب اربعة تلعب اربعة. والمجيء قال هلعب اربعة. اه. لو تفتك. صح. يا قعد. وكان بدين دروس. اه. يعني الراجل كان بقعد معايا في المكتب ويقعد يقول لي لأ لكذا في الاربعة نعمل بداياتها. صح. فجيه فجأة غير. اه. فجأة غير. فانا ما غيرتش. قال لي انت ما غيرتش ليه. قلت له انا ماشي بكسب بدا. قال لي لأ انا غيرت انت تغير. قلت له انا ماشي بالطريقة لأ ولديك بتاعتك اللي انا بكسب بيها. اه. قال لي لأ. فانت غيرت. بس. هو كان ذكي. كان بيفهم اللي قدامه ده فاهم ولا مش فاهم. صح. الحمد لله انا كنت فاهم. ويمكن المناقشات والمناهدة كت عشان كده. اه. لكن انا كنت حبه جدا يعني. كان فيه بيننا تفاهم بقى. يعني شو تفرج لما كان يوقف لعيب. يوقف لعيب وينزلوا معايا. علي ماهر وشامحنف مرة وقفوا ومنزلوا معايا قبل انهاء افريقيا بس اندوس. باكر طبعا. ونزلوا قلت له ما عملته ايه. قالوا ليه ما كانش لعبنا وبتاع مش عارفيه وعزين نلعب النهائي. مهم ماشي. فهو يعمل معايا الاجتماع. ويقول لي ايه اللي يحصل. كان نتفق في طريقة التعامل. قال لي دول احنا بعد عشرة ايام هلعبوا النهائي اللي هناك. مهم. قلت له ايه. قال لي اه. اشتجل على كده. هتفرق في النوعية بان حد ينزللك موقوف وهيتمرن معايا التمرين والبتاع ومن ان انا اخصص معاهم بزياد. يقول لي يا كابتن في ايه انت مزاق عامل معنا كده ليه في التمرين. قبل ما يطلعوا بيومين قبل ما يطلعوا بيومين قلتلهم انتوا هتلعبوا ان شاء الله هناك. حصل نفس الكلام وحسام عشور. حصل مع ابراهيم سايد. الترتيب. الترتيب. اه. جزيه كروش. جزيه وكروش هحطوهم في مرتبة واحدة. مم. مرتبة واحدة. الاتنين انا اعظام صراحة. وبعدين اه. انت جايب التلاتة للبروفات. التلاتة الجردين اوي. وفريرة طبعا انا ما هتعملتش معي. اه. فانا هتكلم عن اللي تعملت معه. تعم. لكن فريرة يازال مدرب كبير. مدرب كبير جدا. اه طبعا. كابتن دي يا شرفت ونورتك العايدة بص احسان لو عايز تجواب عليه. ان شاء الله اعجبك. نورتك كابتن دي. لا لا لا. الناس بقى عارفة. ده بيسألني ايه اللي حصل في مباراة غانة اللي تخسرناها ستة بنشوتين. ما حصلش احاكي. الراجل على عدو رتبه. اه. وغيرنا شريف اخراب. بس. شكرا. لا شريف طلب التغيير كترق بيته واخد فيها خبطة ونزل احمد شنا. شرفت ونورتك كابتن دي. ربنا خليك. دايما ما استمتع جدا بتواجد حالك. دايما ما بستمتع عميكو. الطريقة دي. اه. خب بالك. اه. اه. مش هتعرف. اه. تتصنف. اه. موزية. اندي الفقرة دي. تب اقول لك المفاجأة بقى. اه. ما احنا اللي عاملين الاسئلة بقى. شكرا جزيها كابتن دي. شكرا كابتن دي. ربنا يخليك شرفت ونورت. لسا مكملين مع حضراتكم الناقضان اراضيان. هاني عصام وحامد وجدي نتكلم معهم في تفاصيل كثيرة في ما حدث من او قبل غلق سوق الانتقالات المصرية. خليكم معا. فقرة دي دايما اللي فيها كواليس كتيرة بتبقى مميزة في وجود. هاني عصام وحامد وجدي. والاتنين معايا النهاردة ومع بعض. هاني مشرف ومنور كالعادة. حبيب استاذ كريم. اخبارك ايه? الحمد الله. كله حل? كله جمع. حامد انت ما شاء الله اه فتح سكة في سورين تلات دوت كلها مفردات. حبيب يا كريم والله. هاني اللي بيزبق شوية. طيب كويس لا تمام هاني دايما. معينا اشان معي. اه. اخبارك كريم يعني فاتصرف دايما اللي بكون موجود معايا. حبيب كله خير. كله زي فل. انت بتلي حاجة مبالح احمد جلال كمعين مبالح. احمد جلال نفي نداء لحمد جلال عاجل يعني اه. صلاح محسن. قال ان صلاح محسن خياج حسابات سماميكا. اه. فالجنب جنين كده يعني الخبج ده بالتحديد. وراح سماميكا. وراح سماميكا. السوات تلع اونا اتوقع يعني. ايوة. ان الشخصية احمد جلال. انه اكيد كان بيموه. لأ لأ وممكن يقول مثلا مش هيجي المفاوضات صعبة. بيموه. قال له خاجل حسابات. بيموه. ايوة. اول سؤالين خدوا بالكو الكروت زي ما قلت حالكم العنوين اللي قدامي ديت. عنوين استاذ هاني واستاذ حامل. هم اللي حطنا. وبنتكلم على العنوين ديت. فاول عنوانين قدامي عن مصطفى الشلبي. نبدأ من عندكش انت الكاتب مفاجأة. تمام. وانا برضو في حتة حلوة. زي السهلة على الهاتف. مفاجأة صفقة مصطفى الشلبي لم تتحملها خزينة نادي الزمالك. تمام. يعني ايه؟. انا اقول لك يعني ايه. بالنسبة لصفقة مصطفى الشلبي لو لاحظ برح قبل اغلاق القد. اه. نزل اخبار كتيرة الصفقة بازت. حتى مستشان مصطفى منصور طلع وقال ان الصفقة متعسرة. الحاجز على حاجات. طيب خلال الساعة تسعة. السازة ايمان الشريعي اغلق هاتفه. وخات ختم النادي وراح البيت. بسبب اللي هو كان مصمم اللي هو اخد 23 مليون جنيه. الصفقة تمت ب23 مليون جنيه. وتمت على قسطين. القسط الاول بعد اسبوعين. والقسط التاني يكون في شهر اربعة جاي. تمام. تمام. اه الفلوس اللي هتيجي من جه ما لم تتحملها دي الزمالك. هي اللي هتورد الفلوس لنادي امبي. اه. اه. تمام. خلاص. مش عارفة. مش عارفة. طب خاديه حلوة. حلوة حامد وسلم. زهاني. رسالة على هاتف مصطفى شلبي كشبت لغز النادي العالم. اه لحد يوم الحد. اه. مصطفى شلبي كان يعني فيه مفوضات بس الزمالك اه قبل ماتش في لنبول البروندي. اه. مصطفى شلبي موقع للزمالك من نص شهر تسعة تقريبا. حلو. بس الحد قبل ماتش في لنبول كانت المعاملية رايحة وجاية. يعني الزمالك ما كانش تدخل بجدية كاملة في المفاوضات. كانت اتصالات مع أستاذ أي من الشريع بدون ما يكون فيه مفاوضات او اعادات رسمية. صح. احنا خلاص عايزين نخلص. صح. اه 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 اه. آه اه عادة بدأة من يوم حد بالليل والاتنين الصبح الموضوع ح прочي دخل في الجاد كمان. اه. مصطفى شلبي نفسه كان يعني خلاص بالنسبة له الموضوع اه 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 انا مكمل في ام 피. عنده رغبة انه هو يمشي بس ما كانش تمش تأكيد مية في الميان ان هو ماشي. حال. ارب. امباوح مصطفى شلبي مع زمالك اه وكم وهم موجودين مع dota نادي condition وهنجيبك في يناير. واللعيب حتى ورسالة لأحد المسؤولين في النادي الزمالك ان انا جيالي رسالة من المسؤول في الاهلي. كذا كذا كذا. الوكيله اللي كان موجود معاه قبله موضوع خلصان يعني. الاهلي لو عايزي خلصك كان خلصك. هو اللعيب توقع لكده. ان انا لو الاهلي كان عايزي خلصني كان خلصت. بالضبط. حس ان انا لو استنيت لحد يناير. ممكن اللي اعز نفسه يتراجع. اكيد الاهلي كان هيتراجع. يعني الصفقة ما كانش هتمن. الاهلي لو كان عايزه كان مفتوح. بس الاهلي عمان تراجع. الاهلي اصلا كده كده قدم. الاهلي ما كانش عايز من صفقة شرابي. اه 12 بعد كده وصل 15 بعد كده. كان ممكن يعرب اه عايزه. الاهلي لو كان عايزه كان هيجيبه. بس الاهلي اه حتة الغضب الجماهيري ان اللعيب يروح ندي الزمالك وانا كنت عايزه. الاهلي كان بنسباله قزمة جبيرة. صح. طيب. مفاجأة. وهي مفاجأة الاسماعيلي الطلب ضم عبدالله السعيد. ازاي? احد مسؤولي الاسماعيلي تواصل مع مسؤولي النادي بيرامت. احنا عايزين عبدالله السعيد. المسؤول يعني ضحك وما ردش. ما رجعهش تاني اصلا ولا تكلم في اي حاجة. اللي هو انتو في ازمة مالية وما في حاجة هتقدروا تجيبه عبدالله السعيد. هتقدروا تشتره عبدالله السعيد اصلا. طب هل انتو كلمت عبدالله السعيد? ومسؤول يعني مهم جدا في النادي. فكان ده يعني اتعجب من. انا فهم انت ممكن تشتري عبدالله السعيد. لا. وتشتري من بيرامدز بكام برضه. انا وعده بقى في السنة صح. انا اتشتريه الزه من البيرامدز اتدفع ازاي فلوس بيرامدز. وبعد النهاية تدفع كمان فلوس عبدالله. صح. انت يعني المشاكل كلها اللي موجودة في النادي ان اصلا مفيش فلوس. بالزبط. فانت زي راح تطلب عبدالله السعيد. فكان بالنسبة لهم نوع مسؤولة برامز يعني نوع من السخرية يعني. ازاي انتم بتفكروا كده? مش كده بقول لك مفاجأة. هزا الشخص كلمة السر في مصالحة آآ فريرة وعرض خرافة للتروف. آآ. عرض خافي انه يمشي يعني من هذه الزمالك? آآ. الله. اقول لي بقى. احكيي دي. آآ بعد اللي حصل يعني كابتن جمال عبد حميد وانتقاد مستر فريرة آآ بعد المتش ما كانش عنده معلومة بأي حاجة وتكلم عادي وهو واحد تاني يوم آآ وصلت له المعلومة. آآ. وشاف الفيديو احد الاصديقاء بعطوله ان الكابتن جمال عبد حميد آآ. وكل اللي قاله كان مدائي جدا وزعلان جدا. وهو اللي كلم آآ استاذ اميه مكتدر. آآ. قال له ازاي ده يحصل على القناة النادي وكان مستق جدا. المفاجأة ان اللاعب دور وصلت لحل كل حاجة. آآ. كابتن اسماعيل يوسف. بس مش متدخب في فريق الكرة حتى ولا الصفقات. هو هو والاستاذ امير. بالمناسبة انا اقول لك ان الكابت اسماعيل يوسف متدخب في كل حاجة. آآ. راحوا. لا يعني اعزك صفقات ان هو يختار. مفيش حتى آآ. يعني مفيش علاقة بينه وبين فرقة. مثلا انه بقى مثلا موجود وقاعد وبختار كل حاجة. يوميها بالليل آآ. حصل جلسة في الفندق اللي موجود في مسترفيرة. اسماعيل يوسف وامير راحوا. صحيح. وتم حل كل حاجة. المفاجأة بقى كمان ان فرقة جالوا عرض. آآ. الفترة اللي فاتت. من احد الانديار الخليجية. آآ. عرض خرافي. يعني اعتبر ضعفين اللي بياخدوا مع الزمالك. من قطر. من قطر. عشان هو كان موجود مع الزمالك. اه. ضعفين اللي بياخدوا. آآ. فرقة رفض. آآ. فرقة لقى اولوية بتاعته. لو مشيت من الزمالك دلوقتي. عايزي روح منتخب. آآ. عايزي كام. عايزي كام. لأ منتخب. يعني فرقة بعد تقربة الزمالك مش هدرب نادي تاني. آآ. موضوع اتقفل بالنسبة له. اللي كلمه حتى آآ. قاله انا يعني رافض. لو في عرض من منتخب آآ. ممكن اسم. موافق. موافق اصلا. موافق. خطر باتشيكو يهدد استقرار نادي الزمالك. تمام. خلال لتواجب باتشيكو مديران فاني عادي الزمالك. خلال لجنة المؤقتة برئاسة المستشارة عماد عبدالعزيز. آآ. كان فيه متأخرات لباتشيكو شهرين ونصف. آآ. وكان ليه شرط جزائي شهرين. اللجنة تفاوضت معاه اللي هو ياخد الفلوس. في الآخر ما ياخدش حاجة. آآ. باتشيكو كان هو والجاز بياخد كان بياخد مية وعشرين الف يورو شهرية. آآ. فالتوتل ده كله ستمائة وستين الف يورو. تمام. كان فيه جلسة استماعي يوم ستة سبتمبر الماضي. كان حضرها محامي نادي الزمالك. كان هم عايزين بيتفاوضوا معه باتشيكو اللي هو ياخد الشهرين ونصف. اللي هو المتأخرات فقط. الراجل رافض وطلب اللي هو عايز سنة كاملة. في نفس الوقت لسه يعني محادثات ما بين نادي الزمالك وباتشيكو اللي هو يعني 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 ياخد الاربعة ونصف يعني ما ياخدش السنة كاملة. ففيه المفروض فيه جلسة بعد جلسة الاستماع دي. فيه هيبقى فيه جلسة من المحكمة الاستئناف فيفا. هتحدد ازا كان بقى هيبقى فيه حكم اصلا. ولا لسه فيه فرصة مهلة مؤقتة لنادي الزمالك. اللي هو يتصالح او يسدد. خيال. انا اسف ان انا باجري بس عشان الوقت والاخبار كلها شكلها حلوة عملا. حتى نقي كلهم تروح حلوين يعني. فالراجل ده سيجيب لي مفاجأة هنا. هي مفاجأة حياة. يعني انا رضي رومي لنادي الزمالك ورد فريرة مفاجأة. يعني. قرابة كان عايز يرجع الزمالك? بعد الكسة بتاعت الله. بعد الكسة ان هو يرجع الايام اللي فاتت دي حصل تواصل تاني ما بين وكيل قرابة وما بين امير مقتضى. ها. وبلغوا ان اللعيب تاني آآ عنده رغب ان هو يرجع نادي الزمالك ومعندوش مشكلة لو نادي الزمالك يرجع. امير بلغوا ان احنا موضوع مقفول بالنسبانا. خلال الاعدة ما بين امير وآآ وفريرة يعني في بتبادلو الصفاقات والكلام ده كله. آآ امير قال لي فريرة. قال желvous في كذا 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 موضوع كذا. المفاجأة فراد دي فريرة. قال له انا معندش مشكلة. ان الكهارابة يجي الزمالك. انا معندو عنديش مشكلة يعني. فريرة مقتنع بكهارابة فنيا الابعد من دا. وكهارابة معندوش مشكلة ان يورح الزمالك? وكهارابة معندوش مشكلة ان يرجع الزمالك. معندوش مشكلة خالص يعني مستعد يعني. HTML ومش مرتبط بعقد الكهرباء. اه ما بالزبط. كهرباء مقايد في النادي الاهلي. حتى هذه اللحظة كهرباء مش من حقه ان هو يلعب في النادي الاهلي. لان لان يتم دفع الغرامة الخاصة باللعيب لنادي الزمالك. طول ما الغرامة متدفعتش كهرباء مش هيلعب. كهرباء اما بلغ تكلم الوكيل بتاعه وقال له ان انا كهرباء لحد دلوقتي مش متأكد منهم في المية ان نادي الاهلي هيدفع الغرامة. طالما ما دفعتش أنا مش هنزل الملعب فعنده إحساس حتى أقل ووكيله كده أنا عندي إحساس إن الأهل في أي لحظة ممكن يستغنى عني تمام الأهلي يسعى للتعاقد مع لعبين تحت السن أجانب دي حقيقة نادي الأهلي بدأ الفترة المقبلة جايب بيفكر اللي هو عايز لعيب أجانب بس تحت السن هو خلاص بدأ بيشوف لعيب اللي هو ألفين يعني هو طبعا تليك تلاتة بس طبعا يبقى ألفين واحد ألفين واثين واثين وثلاثة هو بيشوف نص ملعب وجناح ومهاجم ودأ بالفعل يشوف سكاوتينج لأكتر من لعيب فالخير الفترة الجاية ممكن نلاقي الأهلي في يناير مثلا إن فيه لعيبها تحت السن أجانب طيب عظم جدا مفاجأة في عقد إمام عشور والحقيقة الكاملة في أزمتهم مع فريلا شكل سريع كل اللي تقال في موضوع إمام عشور إن لعيب طالب يعدي العقده وتمرد الكلام ده من الصحيح اللي حصل قبل ماتش في لامبو بتلاتة يام إمام عشور تأخر عن التدريب ففرق سأله إنت جاي متأخر ليه فقال له أنا مصابه وبتأهل ففرق حس إن اللعيب مش واضح ومستريح معاه إنه هو جاي متأخر فعلا قال له خلاص تفضل مع الدكتور إنت مش هتتضرب قعد تلاتة يام قبل ماتش إمام عشور ما بيتضربش مع الفريق إمام عشور عقده كان تمنمائة ألف جنيه في السنة تم تعديل عقده لحد ألفين خمسة وعشرين في عهد اللجنة المؤقتة السابقة من نادي الزمالك مش هنقول رقم بس رقم مردي جدا 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 لإمام عشور دي مش تقول رقم ما تسأل تونمائة ألف لأ كانت تونمائة ألف رقم ما تعدل رقم يعني مش هنحسده يعني يعني هلأي وقت يتعدل عقده اللي بياخد سبع مليون في السنة سبع مليون في السنة سبع مليون في السنة فحطة نوع يعديل عقده الكلام ده مش موجود أصلا لأن انت بتاخد سبع مليون من تونمائة ألف جنيه وكلام ده لسه السنة اللي فاتت إمام عشور كد يكون متواجد بشكل كبير جدا في ماتش فلمبو وماتش العودة يوم الجمعة فرية بيتعامل بنظام إن أنا بعقدك بس مش بشكل دائم أنا بعقدك بالقطعة يعني أنت غلطت غلطة أنا خلاص استبعدتك مماتش فلمبو فاهم بس لكن أنت موجود معاه الفترة الجاية بشكل طبيعي وشارك على فكرة في التدريبات الجماعية كمان لعيب رائع ومميز المهم بس يفضل طويل الوقت ملكس كويس في البلعب ياك مقدمات عقود الصفقات الجديدة في الدرويش تشع الغضب المحمدي اللي هو باهي المحمدي وعبد الرحمن مجدي عبد الرحمن مجدي بزبط إحنا من اليومين اللي فاتوا كان فيه أخبار كتير عبد الرحمن مجدي هيمشي من الإسماعيلي رايح برامدز الرايح المصري عبد الرحمن مجدي رايح المصري كلام ده يعني ولا حصل بالزبط ما فيش اتصالات رسمية والله حصل أن اللعيبة دي الاتنين السنائي دول بالزاد على خاص يعني فيه أكتر من اللعب كمان جوه للفرقة ساعة معرفة أن اللعيبة اللي جاءت جديد النادي الإسماعيلي واخدين عقود أكتر من عقودهم فهم غضبانين جدا فهم دلوقتي بيطلب اللي هو لا ياخدوا عقود كويسة لإما خاصة تخليك لازم تمشينا في يناير لازم نمشي فهي دي الأزمة اللي موجودة ما بين الاتنين ومازلت قائمة ومازلت قائمة حد دلوقتي عبدالرحان مجد من بعد المنتخب من دول المنتخب منضمش لتدريبات النادي الإسماعيلي حد ذي اللحظة وبالي محمد يكن طلع على سوشال ميديا وكتب بيان اللي هو قاعد في النادي فهو ده كان السبب مش اللي هو كان فيه نادي جايله فهو بيضغط عشان يمشي نجم زمالكاو كبير كان مرشح لأهل جدة ودور موسيماني في اختيار صفقات الزمالك الجديدة الفترة اللي فاتت أحد الوكلاء اتكلم مع أوباما إن هو يبقى موجود مع أهل جدة مع موسيماني لعيب أوباما يرفض الموضوع تماما حتة إن أهل جدة بيلعب في دول درجة تانية وكده فاللعيب تحفظ عن موضوع خالص موسيماني كان حاضر باختيار صفقات الزمالك يعني إيه أمير مرتضى مؤاد مع فريرة تكلمعه بشكل واضح يعني فيه بعض الأسماء فريرة ما كانش عايزها أو ما كانش مختارها تماما فأمير اتكلم معايا قال له يعني الصفقات حق بينه وبينك ما بين الأدار وما بين المدير فإن استشهد أمير مع فريرة وقاعد قال له موسيماني موسيماني مع الأهلي جاب بعض اللعيبة بالتحديد بيرسته وفي الآخر موسيماني مشي وبرسته وكمل والإدارة والجمهور في النادي الأهلي ما عندهش رغبة أنه يكمل فحصل اتفاق ضمن ما بين أمير وما بين فريرة بسبب تجربة موسيماني وبسبب صفقات موسيماني أن الموضوع هيبقى بالاتفاق والتبادل بيننا وبين بعض حيث أمير دي أواحدة وعايز أقول حاجة عن المصري أزمة للعيب المصري القدامى بسبب موسيقات المالية والمصري يرفض ضم عماد ميهور بسبب بند العارة وسبب فشل انتقال على فوزي من إنبيل المصري بالنسبة للأزمة للعيبة الأدامى هو دلوقتي المفروض المصري جاب صفقات كتيرة مجلس الأدارة خلال الجلسة معهم أول مبارح أبلغ اللعيبة اللي موجود الأدام اللي أنتوا مفيش أي مستحقات متأخرة هنتفع لكم اللعبة زعانة جدا وعايزين يتكلموا مع مستر كاملة أبو علي عشان يحل الأزمة بالنسبة لعلي فوزي صفقة إنبيل المفروض المبارح كان يتم انتقال علي فوزي لنادي المصري وخلاص اتفعوا على فلوسه كل حاجة بس كان فيه تركاية صغيرة إنبيل كان عايز عصام صروة تحارس الموارمى المصري المصري رفض الصفقة كلها بازت بالنسبة لعماد ميهور ده كان المفروض المصري كان عايز عماد ميهور من نادي برامت عايزه عارة بنيب بيع برامت زرافت تماما هو كان عايزه عارة فقط عايز تاخده عارة تمام مش هتاخده خلاص عشان كده عماد ميهور راح نادي أمبي صحيح حمد شرفت ونورت ودايما معلوماتك عظيمة أنا بشكرك نادي ده نص شرف لها كريم ودايما ببقى بسوط جدا أنا يكون معاك خبيب يا حمد كالعادة هاني يعني مفاجآت بالجملة النهاردة من عندها أنا بشكرك شهرا جزيلا هاني شرفت ونورت ودا كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا هشوفكم يا رب على ألف خير